ده عالم العيون المثير الأثير بقيمته الكبيرة لكن قبل ما أدخل في الموضوع في أفكار شائعة في دماغ الناس عن العيون أو عن النظر عموما لازم تتغير يعني دي حاجات سوابت كده من دايما أفكار الناس عن العيون بتبقى قديمة ترافية وكتير منها بيبقى غلط فمنها مثلا إنه لبس النظارة بيأثر على النظر بيضعف النظر يقول لك ما تلبسش ده هتتعفلك نظرك بتلبس نظارة ليه وإنت صغير كده هتتعفلك نظرك الكلام ده مش صح طبعا مش صح طبعا حاجة تانية فكرة الجلوس الطويل قدام شاشات الكمبيوتر بيتلي في النظر الحقيقة الدراسة البرتنية في الجارديان قالت إنه ده مش مؤكد قوي إنه مش للدرجات دي يعني ده حاجة برضو من الحاجات المهمة قوي برضو فكرة إن القرية في نور مش عالي نور خافت مضر بالعينين ويخرب البصر راشيل فيرمن وأكون كارول في 2007 عملوا دراستات كتيرة قال إنه ما بيلحقش أي نوع من الضرار بالنظر فكرة إن الأكل للجزر كتير بيحسن النظر الكلام ده مش صحيح صحيح إن الجزر فيه فيتامين A وبيساعد على تخفيض مخاطب تطور أمراض العين لكن فيه جامعات قالت إنه كميات يعني الجزر مش بيخلي النظر يتغير يعني السالب عشرة مهما كان إن شاء الله يأكل فدان جزر مش هيتحسن قالك إنه الحاول عند الأطفال بيزول لوحده بيخف لوحده الكلام ده مش مؤكد مش صح يعني الحاول ده مرض ينبغي إن إحنا ننظر له نظرة مميزة جدا عند دكتور العيون مش يتسابع لكن بتشاف إزاي أو بتعليك إزاي ده قصة كبيرة جدا يعني دايماً العيون حواليها الكثير جداً من المغالطات النهاردة حوار خاص جداً عن تصريح الإبصار وبرضو يعني أكيد سنتطلق إلى أجزاء من اللي أنا قلتها دي مع ضيفي العزيز القمة العلمي الكبير هو الاسم الكبير اللي بفتخر بوجوده معنا في الدكتور وبسعد جداً لأنه واحد من الذين بني الدكتور على وجوده وجوده أيضاً كريزمة خاصة أكاديمي من طراز رفيع وجراح عالمي بمعنى الكلمة ضيف العزيز الأساسي الدكتور وحمد عدسان تكوين الويش نفسه والعينين رسمة العين نفسيها تديك إيحاق إنه عنده حوال لكنه ما عندهوش حوال هل الليزر السطحي أوبشن ولا في حالات ينسبها الليزر السطحي وحالات اللي ينسبها الليزي كلي وفي حالات ينسبها الليزر السطحي والليزيك وفي حالات ينسبها الليزر السطحي وما ينسبهاش الليزيك الناس لسه بعدها ثقافة التفرقة بين الليزيك وبين الليزر السطحي أنا عملت الليزيك النهاردة جالي ماء يبيضة بعد 20 سنة مش عشان أنا عملت الليزيك عشان أنا مكتوب لي هيجي لي ماء يبيضة في نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة تلزك نفسه هنا لازم نتدخل الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار سبع أبحاث منشورة دوليا 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية اسمحوا لي أنا رحب بضيف العزيزة القيمة الأمريكية الكبيرة أستاذ طب وجراحات العيون بكل الطب جامعة عين شمس والجراحة الكبيرة أهلا بك دكتور أحمد بيضاء أهلا وسهلا وأهلا بكو في الدكتور في الدكتور أنا بس عايز أعلق شوية ممكن بعد إذن طبعا أولا الكلام اللي حيقلته صح مية في المية إن موضوع مثلا على سبيل المثال موضوع الجزر ده بأوي النظر دي ممكن جاي على السجع بتاع الأغنية يعني لكن مش والجزر آه فيه فيتامين ألف بس مش هو الوحيد الأكتر حاجة فيها فيتامين ألف رقم واحدة مش مش على سبيل المثال فيه فيتامين ألف أكتر من الجزر بكتير فلو أنا عايز أقوي النظر لو هو مقولة دي صحيحة يبقى أنا مفروض أكل مش 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 أكل جزر على سبيل المثال يعني الحاجة التانية إن هو الفيتامين ألف مش هو ده العام الأساسي اللي يتحكم في النظر فيه حاجات كتيرة جدا وكإحتياجات العين من الفيتامين ألف بتكون قلالة جدا وعشان يبقى عندي نقص من الفيتامين ألف علشان يبقى يقدي على ضعف النظر فهيبقى مصاحب مع أعراض تانية زي تأشير في الجلد على سبيل المثال فديها تظهر قبل ما يظهر حتى ضعف النظر فهي كلامك مصبوط 100% قصة موضوع الكمبيوتر وموضوع التلفزيون هو مجهد للعين لكن مش بيضعف النظر يعني مش هو ده اللي يخليه السالب يتغير بسرعة لكن هو كعامل مساعد ممكن أنا طول ما ببص على حاجة قريبة ممكن ده يساعد أن أسر النظر اللي هو عندي يتكون ويبقى أكتر وكل ما ببص اللي بعيد كل ما بيكون أحسن لكن ما فيش إشاعه بيطلع ملي التلفزيون زي ما كنا زمان بنقول أو زي ما كان أشيع زمان إن في إشاعه بيطلع ملي التلفزيون يبوز العين فالكلام حقيقي مظبوط أنا بس عايز أعلق على نقطة الدول والحاول لا يتحسن الحاول في بعض الأوقات يمكن ليه تحفظ شوية صغيرين على الكلمة دين في بعض الناس هم عندهم حاول لكن هم عندهمش حاول أطفال الصغيرين في بعض الأطفال هم تكوين الواش نفسه والعينين رسمة العين نفسيها تديك إيحاء إنه عنده حاول لكن هم عندهش حاول ده بيتحسن تلقائيا بس هو بالأول هو مش حاول بنقول عليه حاول كاذب ده مش حاول أساسا مجرد معضمة المناخير تكبر شوية صغيرين فتحة العين شكلها يتغير مع نمو الطفل الحاول ده بيتلاشى أو شكل الحاول ده بيتلاشى لكن في بعض الأطفال عندهم حاول فعلا دول لازم يتدخل تدخل ده ممكن يكون بسيط جدا زي النضارة أو يكون عملية عايزة روح بقى للليزك الليزك عملية مهمة جدا مشهورة جدا لكن حواليها الكثير من يعني النقاط اللي تحتاج توضيح مش نقول لغة لكن توضيحات أولا هي الليزك من أشهر وأنجح عمليات العيون لكن ليها كراتيريا أو ليها شروط لازم شروط دي تستوفى في عين المريض علشان تبقى العملية نكحة لو الشروط دي مش مستوفى فالعملية نتاجتها مش هتكون مرضية للعيان خالص وبالتالي ممكن العيان دي يرجع يلبس نضارة تاني وما يبقاش مبسوط من نتيجة العملية وساعاتي ومقاس النضارة اللي هيلبسه بعد الليزك أسوأ من مقاس النضارة اللي كان لابسه قبل الليزك ده نتيجة حاجات أعوامل كثيرة جدا نتيجة أن الأول ما كانش المريض دي نفعله الليزك دي رقم واحد رقم اثنين ممكن جدا أساسا الجهاز الليزك أننا استخدمته كان جهاز قديم أو أننا عملت قطع في القرانية بالمشرط مش عملته بالفم توليزر زي ما احنا بنتجلم بالوقت في الطريقة الحديثة في أسباب كثيرة جدا بتخلي أن المريض أو صومت الليزك حتى متبقى الشياني في بعض الناس يسمع يقولك أنا عملت الليزك والبقى رجعت لبست النضارة تاني العملية بايزة العملية مش حلوة أوه احتعمل الليزك كلام ده مش مظبوط لا إن لو على هذا المنوال المفروض إن أنا مركبش بقى عربية إن العربية بتعمل حدثة ولا أركب طيار عشان الترب بتقع فبالتالي الطيرات كلها وحشة والعربات كلها بتعمل مشاكل فما أركبش العربية ولا أركب طيارة وأرجع أركب حمطور بتاع زمان الكلام ده مش مظبوط العملية دي عملية نكحة جدا لكن عايزين نوضح بس إن هي ليها شروط وليها بدائل البدائل أنا عايز أوضح بس فكرة الليزك الليزك القرانية نفسيها بتاعتنا اللي هو الجزء الخارجي من العين عبارة عن طبقات زي زي الورق ده حوالي 200 طبقة الليزر السطح أو الليزك في الأساسة إن إحنا بنشيل بنعمل قطع من القرانية كده وننزل شو على الليزر الفيلم هنا بيبين القطع ده ممكن يتم بالليزر ممكن يتم بالمشرة فإحنا هنا بنعمل القطع بالليزر لكن في جميع الحوالي فيه شريحة من القرانية أنا بشيلها شريحة دي عبارة عن مجموعة من الطبقات السطحية بشيلها وخلي شو على الليزر بعد كده ينزل ورجع تاني الطبقة دي تاني مكان المشكلة هنا هوت المشكلة بقى فيه لما بعد القطع ده لما عملته هنا هوت لو بصنا بالكاميرا هنا وتعلى الجزء ده هنا قطع المشكلة دي لما بقع بقطع كده هوت وبرجع شو على الليزر هنا هوت ورايح مرجع شو على الليزر تاني كده هوت أسف أرجع طبقة القرانية تاني كده هوت دي ما بتبقاش ثابتة في مكانها فممكن تتحرك مكانها خاصة في الأيام الأولى بعد العملية لو دعك المريض إيدي في عينيه وفي نفسها بتضعف نسيق القرانية ككل نسيق القرانية بيكون من 200 طبعة بالمنظر ده كأنها زي الكاشكول ده أو زي الكورسة دي أو الورق ده فهين هوت القطع اللي أنا عملته ورجعته تاني هو بيلحم بس ما بيساهمش في في الأنسجة بتاعت القرانية في قوتها بيبقى ضعيف فتبقى القرانية ضعيفة فلو من الأول القرانية بتاعت المريض ده رفيع عدد الطبقات قليل أو هي ضعيفة خلقيا من فعش الليزك طب نعمل إيه في هذه الحالة في بدايل في بدايل الليزك كان عندنا قبل الليزك الليزر السطحي الليزر السطحي يعني شو عن الليزر ينزل على سطح القرانية السطح القرانية ده عبارة عن طبقة واحدة من خلايا بنشيلها بطريقة أخرى وينزل على سطح القرانية مباشرة أنا ما بشيل شيء الشريحة دي خالص زي ما عملت في الليزك بينزل على سطح القرانية المشكلة في الليزر السطحي ما خدش شيء يعني شعبية قوي زي الليزك ليه؟ إن إن السطح القرانية فيه أعصاب بيحس بالألم فلما بنعمل العملية على هذه الطبقة العيان بيشتكي إنه بيحس بشبورة فهنية وألم لمدة 4-5 تيام وساعات الشبورة بتمتد لمدة أسبوعين بعد العملية ففترة النقاعة بتكون سخيفة شوية فالليزر السطحي ظهر قبل الليزك هنا دي طبقة خلايا بتتشال بس كده هوت لكن شعال الليزر بينزل على سطح القرنية إحنا هنا ما عملناش قطع وبالتالي ما عملناش قطع فإحنا هنا ما ضعفناش القرنية زي ما بنعمل فيه الليزك فالليزر السطحي قد يكون أأمن في بعض الأوقات من الليزك عيبوا إن فترة النقاعة بتاعته بتكون أطول من الليزك أنا بشرحها للمرضى إزاي أنت دلوقتي ممكن تروح من مصر الجديدة للمهندسين ممكن تركب العربية المكيفة بتاعتك وتنزل العربية بتاعتك وتروح تركب العربية من الباب توصل لي المكان اللي أنت عايز توصله فيه المهندسين بالعربية طيب نفترض أن العربية دي فراميلها بايزة وفي مشكلة في المطورة العربية والكبالي متاعتها مش مزبوضة والعربية فراميلها بايزة زي ما قل يبقى أأمن تركب مواصلات ولا تركب العربية لما تركب لا تركب مواصلات تركب مواصلات المواصلات هتنزل هتمشي شوية تستنى الميكروباس أو تقف في محطة تركب الأوتوبيس هينزلك بس يقف كذا محطة هينزلك في المكان اللي أنت عايز تنزل فيه هتمشي شوية كمان عبل ما توصل للنقطة اللي أنت عايزها بالظبط في الحالتين سواء أنت ركبت عربيتك أو سواء ركبت المواصلات أنت وصلت بس في واحد لو وصلتك بطريقة أبطأ شوية نفس الكلام الليزر السطحي مش سيء الليزر السطحي بيديك نفس نتيجة الفيمتوليزك بس بفترة نقاها أطول شوية طب ليه ما بنعملش الليزر السطحي على طول عشان فترة النقاها بتبقى أطول وإحنا في الحياة المدنية بتاعتنا ما فيش حد يقدر يأخذ أجازة من شغله أسبوعين أو أسبوع حد ده في ناس عايز تعمل عملين نهارده يرجع شغله بعد يومين هنا الليزك يبقى كويس لكن نفترض أن ما ينفعش الليزك أو فهمتوا الليزك يبقى ما فيش ما يمنع أن احنا نعمل الليزر السطحي في هذه الحالة عشان كده في المؤتمرات الطبية الخاصة بالليزك طلعت جملة مشهولة أود باسمها باكتوس السيرفس باكتوس سيرفس أبليش باك العودة مرة أخرى للسطح خاصة أن دلوقتي ظهر حاجات جديدة في الليزر السطحي بقيت تدي نتائج أحسن بقيت أدق أكتر وفي نفس الوقت فترة النقاها بتاعتها أكثر لو رجعنا لو خدنا بالنا من الفيلم أو إحنا قلنا القرانية فيه طبقة خلايا احنا لازم نشيلها يدوي أو بكحول بتتشيل بكزا طريقة وبعد كده السطح القرانية اللي هو النسيج نفسه بينزل عليه شعال الليزر دلوقتي الليزر السطحي الليزر السطحي دلوقتي ما بيناش نعمل الخطوة دي بقى الليزر السطحي بقى نشيل الطبقة دي اللي هي الخلايا دي اللي هي ما لهاش قيمة في سماكة أو نسيج القرانية نفسه ما تأثرش على نسيج القرانية هنا بينشيلها بكحول بنحط الكحول على إن العين مخفف طبعا وبعين بتتشيل بطريقة يدوي بهذا الشكل كده دي بتقلل فترة النقاها أو بتطول قاسب فترة النقاها شوي علشان استخدمت مادة كيمائية على سطح العين طب دلوقتي فيه إيه الجديد؟ الجديد دلوقتي إنه الخطوة دي ما بعمللهاش بقى بنعملش الخطوة دي خالص بقى نعمل إيه؟ شواء الليزر نفسه هو بيعمل العملية من أولها لأخيرا بنسميها يعني ما فيش حاجة تلمس عين العين خالص الليزر هيعمل الطرق اللي هي ملهاش قيمة دي بتتشار ينزل على السطح القرانية يصلح عيوب الإبصار متشكرين أنا مسش عين العين طب عايزي أسأل السؤال بديهي بقى كان الليزر القديم بيشترد سمك قرانية معين عشان يديني درجات معينة في الإصلاح صح كده؟ ولو سمك القرانية مش جيد مش هادر أصلح قوي أو أصلح نص ونص في الليزر السطحي أنا سمك القرانية هنا لا يعينيه ولا إيه؟ لا يعنيني برضو بس مش بالدرجة زي الليزر يعني الليزر أنا محتاج أكسب قرانية أكتر نفترض مثلا 500 490 مايكرون أو 490 من الألف من المالي لكن الليزر السطحي لا ممكن 490 نشتغل وانا مطمئن 485 485 500 أو أقل ممكن الليزر السطحي ما فيش مشكلة 500 أو أكتر الليزر يبقى أحسن هنا برضو الفرق ما بين الليزر والليزر السطحي الليزر السطحي بينزل شواء الليزر على سطح القرانية مباشرة دلوقتي الجديد اسمه ستريم لايت يعني الليزر بيبتدي من أول العملية لأخيرة خالص ما فيش أي خطوات مانيول ما فيش أي خطوات بإيد الجراح بيعملها ما فيش كحول ولا أي مادة كيميائية بتتحط على عين العيان كله من أوله لأخرو شواء الليزر يصلى حيوب الإبصار بنحط أطرة بعد العملية نقولك مشاكرين مع السلامة بسي بنتنبه المريض أن فترة النقاها بتبقى يعني ساعات بتبقى بيخة شوية زيارين 4-5 تيام نقوله ما فيش داعي تتعرض للشمس البس نظارة تشامس لو عايز تنزل للشارع ما عنديش مشكلة خالص هتحسك شوية حرقان وشكشكها بندي أطرات مسكنة بندي أطرات مخدرة المريض ما فيش ما يمنع أن هو يمارس حياته أول ما يقدر هو ينزل من البيت أو ينزل للشغل ما عنديش مشكلة خالص يقدر ينزل البيت في ميزة ثانية أن لو داعي كدف يعني مش يحصل حاجة أن ما عندناش القطع اللي احنا عملنا القطع اللي احنا كنا عاملينه مع الليزك مش موجود فبالتالي نسيج القرانية محتفظ بقوامه محتفظ بسمكته زي ما هي إذن هل الليزر السطحي أوبشن ولا في حالات ينسبها الليزر السطحي وحالات تانية ينسبها الليزك في حالات ينسبها الليزر السطحي والليزك لاتنين زي بعض وفي حالات ينسبها الليزر السطحي وما ينسبهاش الليزك وفي حالات ينسبها الليزك وما ينسبهاش الليزر السطحي يعني دي تعتمد على خبرة الجراح وهو رأيه في كل عين ساعات نفصل ما بين العين المين والعين الشمال ممكن نعمل العين ليزر سطحي والعين التانية فمتوليزك وممكن نعمل الاتنين ليزر سطحي أو الاتنين فمتوليزك على حسب ما أنا شايف ده بيخش في القرنية شكل القرنية سمكة القرنية إذا كان الشخص الأدامي ده راجل ولا ست السن أخبره إيه بيشتغل إيه الحاجات دي كلها بنحطها في الاعتبار عشان نختار الأنسب للشخص أنا بحبش أقول المريض ليه الشخص نفسه أنسب حل عشان يخليه يقلع النظارة وفي نفس الوقت يبقى محتفظ بالأمان بتاع نظره أو سبات النظر بعد العملية على طول أطور فترة عندي كيس مهمة أوي كيس ديت محتاجة بقى أن يفهمها بالراحة خالص عين عمل ليزك أو شخص عمل عملية الليزك ويقول أن نظره بعد ما عمل عملية الليزك يتحسن وقعد فترة ممكن سنين ثم عاد يضعف مرة أخرى هل هذه المقولة صحيحة بنشوفها طب إيه الاحتمالات المقولة صحيحة مش خطئة هو فيه نوعين من ضعف النظر بعد الليزك فيه ضعف النظر طبيعي أولا إحنا بني أدمين أنسجة حية بتتفاعل مع المؤسرات الخارجية عمرنا ما كنا جماد إحنا مش خشب ولا حديد إحنا من التفاعل إحنا فيه مرحلة نمو مرحلة النمو دي بتختلف من شخص للتاني بتختلف على حسب اللايفستايل أو أسلوب الحياة بتاعي أنا عادت ده من الكمبيوتر فترات طويلة ده بيساعد على تكون أسر نظر فهنا عندنا نوعين من ضعف النظر فيه ضعف نظر طبيعي يعني هو طبيعي الشخص ده إن ممكن نظر يضعف شوية أنا النهاردة سالب واحد بعد خمس سنين ممكن أبقى سالب واحد ونص بعد عشر سنين ممكن أبقى سالب واحد خمسة وسبعين جرى العرف إن النظر بيكون ثابت في المرحلة العمرية ما بين سن عشرين أو تمنتاشر في البنات أو عشرين في الولاد حتى سن الأربعين فإذا الفترة دي بنفترض فيها إن النظر ثابت لكن وارد إن النظر يضعف بس يضعف حاجات بسيطة مش ملحوظة للمرين ما يحتاجش بسببها يرجع يلبس نظرة تاني يعني اللي عملت الليزك عنده واحد عنده عشرين أو خمسة وعشرين سنة المفروض إنهم مش يحتاج يلبس نظرة إلا عند سن الأربعين وغالباً يتبقى نظرة إيراية بس لكن كل قاعدة أوليها السسنة ممكن هذا الشخص لأنه مفترض إن النظر يكون ثابت ممكن النظر يضعف ضعف بسيط بعد خمس ست سنين يضعف نص نمر هنا مش همعندوش مشكلة إلا بالليل وهوسائل العربية يجي بالليل وهوسائل العربية هيلاحظ إن الرؤية ما بقيتش واضحة زي الأول بنخيره نعمل ليزر تاني أو ليزك تاني أو يلبس نظرة أو ممكن يسيب نفسه مش يحصل حاجة لو هو يعني متعايش مع النص نمرة اللي موجودة عنده في نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة الليزك نفسه إن هو أنا ضعفت أنسجة القرنية نفسيها فحصل تدهور أو حصل تمدد في أنسجة القرنية إن هي بقت ضعيفة ما بتستحملش ضغط العين الطبيعي فبتتمدد لما أنسجة القرنية تتمدد ده هيتترجم على طول في صورة زغلالة في النظر على طول هنا ده ده المشكلة هنا لازم نتدخل على طول ما بنخيرش العين نقوله تلبس نظرة ولا تعيش كده وخلاص لا هنا لازم نعمل تثبيت نظر مساعد بنحتاج نزرع حلقات زي قرانية المحرطية بالزد عظيم عمل الليزر السطحي فيه كم سؤال ماذا بعد الليزر السطحي ماذا يجب أن أتوقع ده سؤال مهم واشكرا جدا على السؤال ده أنه هو الناس دايما بتقارن الليزر السطحي بالليزك بنقول لهم دي حاجة ودي حاجة الليزك فترة النقاع بتاعته بتبقى حوالي يومين ويقدر المريض يرجع شغله تاني عادي جدا بس بنقوله بس بحرصة شوية ما تدعكش ديك في عينيك مثلا الليزر السطحي أنا بقول المرضى بتوعي إسبوعين يعني إسبوعين أنت هتبقى متضايق شوية هتبقى فيه حرقان وشكشكة أربع خمس أيام معلش استحمللي فيه وما تدعيش علي فيه وفيه شبورة في العين بعد كده بتوضح حوالي إسبوعين عشان مش بنقوله المريض كده عشان يخاف لا بنقوله عشان يتطمن إن لما يسمع إن فلان عمل ليزك ورجع بعد يومين ما يقولش يقارن نفسه لا أنت تعملك حاجة وده تعمله حاجة تانية خالص أنت تعملك الأسلم لعينك أنت أو لحالتك أنت الحاجة التانية برضو بقوله المريض إنه فترة النقاع طويل عشان يعمل حسابه عنده مناسبة عنده فرح عنده واحدة عندها مناسبة أو فيه واحد عنده شغل وما يدعش ياخد أجازة يأجل العملية لغاية ما يعرف فيه ياخد أجازة يعني أنت مش لازم تعمل عملية دلوقتي ممكن يا سيدي أنت مش فاضل يومين دول مش هتقدر تأخد أجازة من شغلك على الأل الأسبوع خليها كمان شهر اثنين تلاتة السنة الجاي مش هيحصل حاجة فإحنا لازم ننبه الشخص إن بعد العملية لازم يتوقع إن فيه شوية حرقان وشكشكة فترة النقاة طويلة هتحتاج تقص في البيت شوية هتحتاج تلبس نظارة شمس على أول أسبوعين وتنازل الشارع بس تبقى حريص شوية صغيرين غير كده هوت في خلال شهرين بالزبط هو نفس حدة الإبصار هتأخدها من فمتوليزك هي اللي هتأخدها باللزر السطح نفس حدة بالزبط نفس المميزات كل حاجة كل حاجة اللي استعداد فيه استعداد خاص للعملية ديات ولا عادي هو أنا برضو لا يبقى فاهم بس إن فترة النقاة تبقى طويلة ما فيش حاجة تانية خالص غير زيها زي أي عملية تانية بندي شوية أطرات مضادات حيوية قبل العملية بيوم ولا حاجة وخلاص دي العملية نفسيها بالمناسبة هنا دي العملية بتاعت الإزر السطحي أهو بنقول للمريد ركز على مصدر ضوء قدامك بيختلف من الجهاز سعب ببلونه أحمر سعب ببلونه أخضر بقول للمريد بس ركز كده قدامك أدي شو على الليزر كده شغال أول مرحلة ده بيشيل الخلايا الخلايا اللي على سطح القرنية اللي احنا كنا بنشيلها بالطريقة اليدوي قبل كده هوت وبعد كده هوت بيكمل على طول تنقائيا هنا بيصلح حيوب الإفسار لأن شكل الليزر شكله اختلف شوية هنا بيصلح الأستيجماتيزم حالياً دلوقتي وبعد كده هوت بعد ما بيصلح الأستيجماتيزم وأسر النظر الموجودة عند المريد احنا كده خلصنا العملية هنولى عن نور دلوقتي نقول المريد الحطول وقاطرة نقوله تفضل مع السلام احنا كده خلصنا بس قدل العملية نفسية عبارة عن حوالي 30 ثانية 40 ثانية العين اليمين واللي زيها في العين الشمال ونقول لكم تشكرين خلاص بساعة بنلبس عدسة لسقة عاستقلل شوية صغيرين الشكشكة أو الحرقان اللي ممكن المريد يحس بيها لكن أربعة تيام بنشيل العدسة لسقة دي ونشيلها بعد أربعة تيام وخلاص عظيم هنروح الشارع واسمعك سؤال أعتقد أنه هيسأل عن الليزك عموما الناس لسه مع ده ثقافة التفرقة بين الليزك وبين الليزر السطح بالزبط لسه ما ذاكروش الحيط تادي تعالوا نشوف معنا أنا أختي عن مطل نظرها ضعيف بس هي بيتخاف تاعمل عملية الليزك بيقولوا أن في أضرار علان بعد كده مستقبلاً يعني بيقولوا النظر بيركع تاني بس بسرعة أوحش من كده كلام ده صح أو لا؟ طبعاً المشاهد الكريم لقيهم شوية في سؤاله هو نفسه بيسأل عن نفسه هو لابس نبضاء قالك أختي عماتاً إحنا بنرد نقولك أختك بتيلاقش الكلام اللي أنت قلته ده كلام صح وغلط في نفس الوقت صح لو أنا اخترت عملية الليزك بعد الفحصات وبعد الفحص الدقيق وبعد ما هفحصت العين ولقيت أن القرانية دي ما ينفع لها الليزك وأنا صممتك أجراح أن أنا أجمد قلبي وأعمل الليزك ليك فبالتالي أو ليها فبالتالي أن العملية هتبقى كويسة مدة 6 وشهور سنة ويبتدي النظر يتدهور وساعتي يبقى تدهور أوحش من مأس النظر هي لابسها وغلط عشان أنا لو لقيت الفحصات كويسة وسمكي القرانية كويس وشكلي القرانية كويس وعملت العملية واستخدمت أعلى تكنولوجي موجودة زي الفيمت وليزر ما استخدمتش مشارك خالص وقت العملية وعملت كل حاجة مظبوط وهتلاقي النظر هي بقى ثابت مش هيضعف ولو ضاعف زي ما قلنا لسه حالين قبل السؤال ممكن بضعف طبيعي بعد 10 سنين هيضعف نص نمرة مش هتحس بي ويا سيدي لو حسيت بي تلبس بنظرة بالليل أو نعمل لك ليزر تاني مش هحصل حاجة يعني بس سؤال هاني كالعادة سؤال مختلف تعالوا نسمعها نعفل رواية مصرية شهيرة للأديب الكبير يحيى حقي زادت شهرتها مع تقدمها كفيلم سينمائي سنة 1968 بطولة شكري سرحان رواية أنديل مهاشم وحدة من أهم الروايات العربية اللي تناولت طبيب العيون في مواجهة خرافات مجتمعية وصلت إلى حد الاعتقاد بفاعلية زيت مصابيح جامع مهاشم في علاج مشاكل الإبصار ورغم مرور حوالي 80 سنة على تاريخ كتابة الرواية سنة 1940 ورغم ما حدث في المجتمع الشرقي والعربي من تنوير ووعي لسه في ثقافات خاطئة بتواجه الأطباء ومعلومات مشوشة وشائعات مع كل تقنية حديثة على المجتمع يترأي أبرز المعلومات المغلوطة عن التقنيات الحديثة في طب وجراحات العيون طب أنا ألاقص السؤال الموضوع كده هياخد وقت موضوع كبير إيه أبرز المعلومات المغلوطة اللي بتسمحها دلوقتي عن الليزك والليزر السطحي أولاً فيه ناس كتير يعني بتعتبر أن الليزر الليزك يسيبك من الليزر السطحي قوي أنه هو مشواخد الشعبية زي الليزك الليزك ممكن منتشر أكتر أو مشهور أكتر ناس كتير تقول لك الليزك ده مثلاً بيأثر على الشبكية أو بيعمل ما يبيضة لأ خلينا واضحين أنا عملت الليزك النهاردة جالي ما يبيضة بعد 20 سنة مش عشان أنا عملت الليزك عشان أنا مكتوب لي هيلي ما يبيضة أنا عملت الليزك وعندي سكر ما أثر على الشبكية مش عشان الليزك هو اللي خلى السكر يأثر على الشبكية لا هو السكر من الأول سواء عملت الليزك أو ما عملتش هيأثر على الشبكية رأس أنا عملت ليزك وشكل جفوني أو في انتفاخات في الجفون ظهرت بعد العملية الكلام ده مش مظبوط حضرتك ما كنتش متعود على شكلك من غير نظارة فلما قلعت النظارة بيبان التراهولات اللي في الجلد فدي أنت مكنتش واخد بالك منها مش بسبب الليزك فدول أشهر ثلاث حاجات بنسمعهم خرافات عن الليزر أو الليزك بمعنى صح كالعادة بتبهرني وبتساعدني جدا بحوارك العلم التخير جدا وبتمتعنا وأنا بشكرك شكرا جزيلا على أنك أنت بتغطينا من وقتك وبتشرفنا في هذا اللقاء الممتع والحقيقة دايما بتجسد لي ما كتب عن جراحين العيون ريت حاجة مكتوبة هي مش قديمة ده اللي كتبها زميل يعني كتب عن جراحين العيون مضمون رائع جدا أنه هذا هو الجراح الذي يأتمنه الإنسان على أغلى ما عنده على الجوهرتين اللذين أو الذي يرى بهم جمال الدنيا هو في حد ذاته ينبغي أن ننظر له نظرة إعجاز إزاي وهو جوة كل هذه الكام من التوتر والتركيز ويبدو هادئا كعادتي يعني والعجبني جدا وكلام كتير حياة كتبه يعني الزميل عزيز لنا والعجبني جدا في تعريخك على هذا الكلام أنت قلت إحنا كل كلامك صحي بس إحنا ما نستخدمش دلوقتي مشارة فعلا بطال نستخدم مشارة كلها بقت ليزر من أول إلى آخر العملية الله يخليك ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة أستاذ الكورة رحمة عصاف أستاذ طب وجراحات الأيوم بكل الطب جامعة عن شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية بلندن اسم الكبير كانت ضيفة في واحدة من أهم المواضيع وأكترها أهمية في عالم تصيح الإبصار وهو الليزر السطحي اللي أعتقد أنه لسه ما أخدش حقه من النحية الثقافية الأعلمية رغم واسع انتشار هذا الموضوع على مستوى تصيح الإبصار في العالم باك توزا سيرفس أو العودة للسطح الليزر السطحي باك تو سيرفس أبليجين أو العودة إلى الليزر السطحي هالعودة مرة أخرى للليزر السطحي ده شيء مهم جدا وهو ده كان موضوعنا هالنهار افهموك واس جدا لأنه مهم جدا وخليكوا دايما مع الدكتور أول عامل منتشر عندي الزوك التدخي كلمة عوامل لجاحة مرتبطة بيكوا أو إيه عوامل لجاحة؟ نعم دي حاجتين مهمين قوي في الحيوان المانون والبيضة الدين إيه اللي هي المادة الوراثية والميتو كوندريا اللي هي المفاعل نو الخليق بتجيني بنتي دلوقتي 23 سنة 25 سنة خلاصت بريضاتي لسه ما انجابتش تب ايه اللي حصل؟ البحاثة الحديثة أثبت المحاجز الرحمي لا يؤثر إطلاقا على الحمد سواء طبيعي أو تلقى حصماء وحقنا الدكتور محمد مقبل استشاري علاج العقم وأطفال الأنابيب عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة عضو الجمعية الأوروبية للتكاثر البشري وعلم الأجنة رئيس مجلس إدارة مراكز ومستشفيات ألفا لعلاج العقم بالقاهرة والأسكندرية وسوهاج اسمحوا لي أن أرحب في هذه اللقاء الممتع جداً بضيفة العزيزة الخدمة على المال كبيرة والإسم اللامع جداً في عالم الحقن المجهري طبعاً والإخصاب المساعدة دكتور محمد مقبل استشاري وساحب دكتور أمراض العقم والإخصاب المساعد وأطفال الأنابيب عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة وجمعية الأوروبية للتكاثر البشري وعلم الأجنة ورئيس مجلس إدارة مراكز ومستشفيات ألفا لعلاج العقم أهلاً بك دكتور مقبل بيه ومنورنا كالعادة في الدكتور في واحدة من أهم حلقاتنا تحديد جنس الموجود صح كده؟ أنا عايزة أبدأ الأول ماذا تعني هذه التقنية؟ للناس كثير بتهيئ لها أو ممكن تفهمها غلط أولاً بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله تحديد جنس الموجود بدأ من زمان أول نام قدام المصريين وأيام ملوك أوروبا وأنت عارف موظم الناس اللي هم في مواقع مهمة أو ملوكة أو كده وخليفش غير بنات وهو عكس كده عايز ورس العرش وأنت عارف قصة ملك إنجليزي حاب يتجوز واحدة عشر مراته وبتخلف له أعتقد شرج السادس تقريباً الخامس أو الخامس وحاولي حتى يتخلص منه وراح مع الفاتيكان وعشان يدوله تصريح القصة دي كلها بدأت إزاي الرجل ينجب ولد أنه ولد كان مهم زمان أول فكانت خزعبلات إنه لو حصل علاقة مع زوجته في الجهل يمين يجو ولد وفي الجهل شماله أبنة ما فيش جهل يمينه شماله يقول لها جهة واحدة وأقوال كتيرة بقى كده ده التاريخ بتاع القصة تاريخ لكن في العصر الحديث فيه تدخل فعلاً إنك تحدد جنس المولود هل أنا كطبيب بيعندي القدرة المطلقة؟ لا القدرة المطلقة لله واحدة أنا عليه أزرع بنت ما تنجحش لأن ربنا مش رايت أو أزرع ولد ولا ينجح جنين جنين ولد ولا ينجح إذن فالإرادة لله لكن تعليك بلوغ الأسباب زي ما رسوله عليه الصلاة والسلام حديث سألوا الرسول عن العزل علشان علشان منع الحامل أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفعل ولن يكون إلا ما أراده الله هكذا أنا بزرع الجنين اللي أنا عايزه الجنس اللي أنا عايزه ولن يكون إلا أرادة الله سبحانه وتعالى هل يقول الله عظيمة جداً وأنا أدعوك إن حضارك تحطى حتى في المراكز افعل وإيه ولن يكون إلا ما أراده الله آه بالضبط هل يقول الله دكتور آه يعني أنت بيتسافر بلد مثلاً عشان تحضر مؤتمر افعل عليك إنك تفعل لأن قد لا تصل قد المؤتمر يلغى وهكذا في حياتنا وكلهم بتعلم ابنك في نفسك ابنك ده يطلحها كبيرة يطلحها كبيرة يطلع الابن فاشل مش كلة الناس يقولوا والله ده اللي بتعلمه فاشلين لأ عليك إنك تسعى وليس عليك إدراك النجاح في ناس كتير ما بتقدرش ضرورة هذا الأمر أو ضرورة أو أهمية تحديد جنس المولود ناس كتير مش فهمة ضرورته هو طبعاً ربنا سبحانه وتعالى بيهب لجزء من الناس بنات فقط هو ذكرها في البداية البنات ويهب لجزء تاني ذكور وفي ناس بيهبوهم الله سبحانه وتعالى قلق الناس والذكور والله ذكر للناس الأول لتكريم المرأة والموضوع ده مهم اللي معاها أولاد يبقى معاها بنات وأنا في كل لقاء بعض أقول إنه مخلفش بنات مخلفش والله في أغنية جميلة أول اللي مخلفش بنات حاجة كده طب حاجة كويسة لإنحا البنت هي الحني هي بتربط الأسرة ببعضها لكن الأولاد متشدتين لكن نفس البشرية عايز من يارسوا وسيدنا زكريا سيدنا إبراهيم قال يارسوني ويارسوا من آله عقوب يارسوا من آله عقوب إيه؟ رسالة يعني دي كانوا يتمنوا بولد عشان أحمد رسالته وأنا بتمنى إن معايا بناتنا الحمد لله معايا بنات وعتذبهم جدا طبعا وبيحملوا رسالة الأب والأم وأنا كدكتور فعلا عايز بناتي بقوا دكاترة يعني تحمي رسالة تعلمها وهكذا فضية مهمة أو إن يكون الإنسان معاه الأنسى وذكر لازم أفهم بقى إزاي بيتم التقنية يعني نعرب منها شوية عشان نفهم الناس وبالروحة خالص لإنه برضو كي إحنا قدامنا لسه ثقافة في الحتة دي ضعيفة شوية أولا دي بيتوقف على الزوجين دولة ظروفهم إيه؟ عمر الزوجة كم سنة؟ هل سبق الزواج لأحدهم أم لا؟ معهم أحد الجنسين ولا؟ معهمش أولاد خالص؟ ولا معهم أحد الجنسين وكام؟ كلها تخليك تختار الطريقة المناسبة للتنين وظروف الاجتماعية وظروف المادية في ناس معهش غير ولد بس وعايز بنت أو بنته عايز ولد وظروف المادية لا تسمح بالحاجات الغالية ممكن ينشي على الطريقة الطبيعية بس الطريقة الطبيعية مش أكيدة عبها إنه مش أكيدة إنه بنعلمه الزوجة تاكل الزوج ملوش دعوه هخلص دات وارجع تاني للجزئية الأولانية الزوجة تاكل إيه؟ وما تاكلش إيه؟ وإنحدد أوقات العلاقة الزوجية تبقى إمتى؟ بمواصفات معينة بحد البيضة تتحصل إمتى؟ يبقى بعد نزول البيضة تحدث العلاقة لو عايز ولد أو قبل نزول البيضة تحدث علاقة لو عايز بنت ونستخدم محلول قلو لو عايز ولد ونستخدمش محلول قلو لو عايز بنت وأوضاع الجماعة اللي أنا مقدرش أقولها على الهوى بتتغير إن كانت عايز ولد أو بنت الأوضاع بتاعته دي بتدي نسبة للجنس اللي أنا عايزو تقريباً كل عشر ستات عامل لهم الطريقة ديات ستة يجيبوا الجنس اللي أنا عايزو وأربعة يجيبوا الجنس العكس فديات لا تصلح للي معاه أربع أولاد أو تلت أولاد أو حتى ولدين وعايز بنت أو تلت بنات أو أربع بنات وعايز هي تريال مش مؤكدة طريقة مش مؤكدة فما ينفعش بقى واحد عنده خمس بنات وفجأة يسيب نفسه يجيب له بنتين أو أربع أولاده يجيب له ولدينه عايزو نفسه في بنت الطريقة التانية برضو بيتيبني متاج أفضل شوية اللي هو التلقيح الصناعي التلقيح الصناعي ده غير مكلف أو زي الإخصاب المجاري في كل في حالة ديت وفي حالة إخصاب المجاري أنا بحدد الوقت بتاع الطابول تابع الجنس اللي أنا عايزه وباخد السمن من الزوج وأغسله كويس وحط عليه مادة فيها بروتين باشر البروتين ده الحيوان المنا في الزوجر بيسبح أكثر إلى الصحة أخده وعن بيه الحكم المجاري دي بتدي 80% الجنس اللي أنا عايزه وديت ما ننصحش هيبه بها برضو الناس اللي عندهم أحد الجنسين أكثر من واحد دي طريقة برضو تانية تانية بس مش أكيد الطريقة اللي هي أكيدة الجنس اللي أنا عايزه يبلاش اللي هو الإخصاب المجاري اللي هو الحكم المجاري ونشرحه ببساطة هي دي بقى الطريقة اللي فعلا الحكم المجاري في اختيار جنس المولود زي زي الحكم المجاري العادي بالزبط بس بنضف عليه خطوة إن بعد ما بأزرع الحيوان المناوي اللي أنا معرفش هو اكس واي ولا اكس اكس معرفش هو ولد ولا بين في البوايضة لأن ليس الرجل مسؤول ولاست السيدة مسؤول الرجل نص حيوانته بالزبط ذكور ونصائي ناس عشان ما يتهموش الراجل يعني ما ينفعش بخمسين وفين مية زي الواحد جنسي تاني خمسين وخمسة بتعرف الخلية اللي في القاسية السبرماتو جينكسيل فيها اكس واي بتنقسم الاتنين اكس في مين والواي في شمال مثلا يبقى عندي حيوان اكس اكس عندي حيوان اكس وحيوان واي اللي يوصل منهم بوايضة يبقى نصهم بالزبط كده ونصهم كده والمرأة اللي يزرع فيها تطلعها هي سلبة هي اكس تديلها واي يبقى ولد تديلها اكس تبقى ابنت يا ملهاش يجتمع الاكس مع الاكس يبقى ابنت يجتمع الاكس مع الواي يبقى ابنت جنين والد بعمل نفس طريقة تحضير الحيوان النام بعد سحب البوايضات من المجر طريقة الحق المجاري كل عريفها دوقتي بتتعامل لسه وباخد من الجزء اللي فوق بسرعة لو انا عايز اولاد او اخد من الجزء اللي تحت بسرعة لو انا عايز بنات واحينت كل بوايضة سبيرم بعد اربعة ايام خمسة يكون جنين 16 خلية من 2-32 خلية او باستو سست باخد من كل واحد خلية وحط عليه رقم ده رقم واحد ده رقم سبعة وابعته لمعمل الوراثة التكنية فيه اكتر من فرشن من اكثر من الفيش انت عارف الفيش وبعد كده البي جي دي وبعد كده وقت اني جي اس حاجات كتير اول دي تقنيات خاصة جوة الحق المجاري جوة الحق المجاري بس كل واحدة لها انديكيشن معين والتكلف مختلف لها متطلبات متطلبات معين ده اقول له لا اعمل ديت وده اقول له اعمل دي وكي وفيه مرض مراسي مسلا بطلب منه حاجة اه ايوان فيه ورد مراسي محدد يبقى فيه ده بيحتاج سنجل جين سنجل جين بتعملش في مصر بنبعثه نبعث 15 جنين عشان التكلفة يعني من الدي فكرة التكلفة عالية فنبعث 15 جنين نجمعهم على مريطين ثلاثة ونبعث من كل واحد خليها وجمد كل جنين لوحده في عنقوبة لوحده يجيني بقى بيتسافر بره يجيني بعد شهرين بعد ثلاثة اقول لي والله جنين رقعم واحد كذا جنين رقعم وفيه المرض ده ولو في اوشي زي سيستك فيبروز زي أمران كتير قوي تكايوسات اللي قتيل زي مثلا تمور العضلات فيه جين واحد بيدور عليه اما فيه جزء تاني ان انا مثلا مش معروف عندي العيلة دات قرايب وكده وبيحصل اجهاد او فيه مشاكل في العيلة مش معروفها بالضبط فابنيني حاجة اسمي نجي اس بنفعث حوالي خمس سلاف جزء من الكرون اما اللي عايز تقعرف ولد ولا بنت بس بتعمل ال-X وال-Y وال-X وال-Y بيديك تفلس عليه لين حاليا دلوقتي انا بستغرب معظم الاجين انا دكتور بيطلع اطفال مشوهة في ال-X وال-Y بمعنى الاقي X zero البنت اللي هي جميلة اللي هي لن تنجب فيه الولد اللي هو XXY ده لن ينجب فهو بالتالي بيجيني واحدة مثلا عندها خمس اجينة بس منهم ثلاثة اجينة XXY وبنتين وهي عايزة اولاد من ينفعش ازراحوا عايزة والاك كويس وجميل لو كلاين فيلتر ومش هينجب مش هينجب اه لانو حالته XXY تكوين الجيني فيه عيوب فيه عيوب وبالتالي احنا بستفيد من التقنية ديت ان انا اجيب طفل سليم غير معو ببعت بيبعت للدكتور يقول لي انت عندك XX ولا XY اه او فيه تشوهات في 6 كروموزوم وان السليم اه البنت السليمة لو انا عايز بنت او الولد السليم لو انا عايز اه والد دي نادر او ما يحصل فيها خط نادر جدا هو يقال انها 99% نسبة النجاح فيها الاكيروسي الاكيروسي اه اه او النجاح بيد ربنا لكن او الاكيروسي بيد ربنا وكل حاجة بيد ربنا لكن اننا بضامن اه لنتنقل ده هذا جنين ونزكر او او ينمو او يكبر او يكستمر الحامل دي بيد ربنا نعم بالضبطية دي الفكرة بتاعة الاخصاب المجاب لا لما يكون في الامراض في العيلة المسألة بيباليها بعد تاني مهمة او انت طبعا استاذنا وعارف ان في امراض وراسية تنتقل في المرأة فقط وبالتالي المفروض الزجين دي ولد ما ينجبوش غير اولاد زي الهيموفاليا او العكس الهيموفاليا لما يكون المشكلة ان هما بينجبوا اولاد فيها مشاكل فلابد انجب بنات بس او اختار ولد ما فيوش الجين ده اللي هو سنجد جين وهكذا في البنات وفي امراض دورسية زي ما انا قلتلك الانتشار دلوقتي بتاعة الكالين فلتر سندروم وداون سندروم والسيستيك فايبروس والسيستيك فايبروس امراض كتير قوي لابد اختار جنس معين للزوجين دولت مين اللي بيحدد بالزبط يعني المعمل ولا الحضاريتها يعني مين اللي المسؤول عن التحديد ده الجنين نوع ايه معمل الوراصة اللي هو تقنيات مختلفة زي ما قلتلك يعني في حاجات الفش حاجة ببداية زمان كنا بنعملها لدلوقتي لان جي اس وحاجات متطورة جدا هل في اختلافات الآن يعني هل في نوع من الاراء اللي بتعترض على ده دلوقتي ما زالت موجودة اراء موجودة من ناس متصلدين او موجودة من ازواد ومش عايز ينشوران امراته في هذا الاتجاه يعني يقولوا لا والله ده مش مقتنع لانه حراق اه حقيقة ده اللي انا بشوفه لان انا عندي خبرة اكتر من 30 سنة في الجولة لا والحيث دي اللي عارف انت وشغلت بالصعيد وانت عارف الرجل الصعيدي لا يقبل ان امراته تقوله انت خلفتك بنات والكلام ده كله امت الزوج بقى يوافق بيجيني بعد ما سن الزوجة بتقدم وولي والله انا عايز امجيب وانا اقتنعت سنها كم سنة 43 سنة يا سيد تمان تمردش ليه من 30 يقول لها بقى خلاص الدكتور قال النسبة قليلة خمسة في المئة مسلا لا انا اروح اتجوز احسن هكذا مين الحالة اللي حولك ممكن ترفض او ترى انه مش مناسب لهم التخميل حيلوا اوز في والده اول مرة نسأله على فكرة بص دكتور وانا جايلك دلوقتي فكرت في طراء جديدة للحكم المجهر حقيقة والله قلت انا اقولها انا والدكتور ايمن ونشوف ارائي المسكة انا بارفط ان اي زوجين لسه معنجبوش وجوه لك والله انا عايز احد الجنس المهور عارف تماما لانك بتشتريط على الله سبحانه وتعالى انك يانجب هذا الجنس يا بلاش بديت مش حالة لكن لما يكون اعطاني الله سبحانه وتعالى احد الجنسين ارفع يدي زي سيدنا ابو عين مسايد زكريا في ولد او في بنت بالجنس الاخر فادا ما بعمله شي الجزء التاني جاي عايز مثلا اولاد هوا عندهم الهيموفيليا سيدنا انك لابد تنجب بنات بس او انت لابد تنجب اولاد بس وهكذا تابع المرض والجزء التاني بقى انستي ما عادش عندها بويضات هجيب بويضات منهم او رحم خلاص شليته او حصل فيه مشكلة او هكذا هنا في مصر والدول العربية ما ينفعش الكلام دوت لان برا في أوروبا بيعملوا حاجات مخالفة للعقل حتى بياخدوا بويضة من واحدة ويعملوا حاجات كده هلمية جدا بتاعد خلل في المشاياة الاجتماعية خليني خليني بص ريس هذا حرام مطلق مطلق مفوش كلام لكن انا عملت براميك كتيرة ولم ياشر اللي أظهر اللي بتاع دا ان هو يحدد ان الرجل لازه تزوج بامرأة ولسبب الأسباب لا تنجب غياب المبيض او غياب اللي راح وبيحبوا بعض وبنتي طوارة بنتي او بنتك او بنتي التاني يا جماعة والبنتي بتحب جوزها جدا او ظروفها الاجتماعية ما ينفعش بالطباق او هو ما يرضاش يجوز فيتجوز عليها ويتفق مع الزوجة التانية الناس هتهجيبني كتير انا ما يخافش اللي من ربينا اه يتفق مع الزوجة التانية انها تحمل الاول علشان ما يبقاش فيه ناصب بقى ويددها مرتب او دهف الووس ياخد منها ضيضة او تحمل فراح وقالها ضيباء هي تنجب الاول ثم تعطي او تحمل لهذا وده موضوع كبير ونقشتها على بتاع ولم يوافق احد لكن امت بجيني واحد يا دكتور اول مرة اول يعني في اول الزواج لم ينجب وعمل له جنس المولود نهايك عن الامراض يعني بغير سبب مرضي سبب اجتماعي وانا جاي فكرت احنا دلوقتي العالم كله بينادي بطفل او تموت واتجاه العالمي كده فلو جاني واحد وقال لي يا دكتور محمد انعايز مرة واحدة كده احمل في ولد وبنت يعني انت تعمل لتحديد جنس المولود بحيث الزوجة تحمل في توقم احدهم ولد واحدهم بنت وانا جاي في الطري فكرت ليه لأ ما نعملش كده او في فكرة ثانية يعني هو دلوقتي السن الاتنين كبر قرب فرصة الحملة واحدة هي فرصة حملة حملة واحدة يعني هو حاسس انه مثلا عنده حالة مرضية انه سن بيتقدم عايز حد يوقف جنب مراته مثلا هو راح احمد في توقم احدهم اذاكر احدهم اولد 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 بس لا لا انا ضد ديات نفسيا مش مستريح ان انا اشترت على اله حتى لو كان سنها 90 سنة او هو 90 انا مالي تمام اه انما عايز تجيب ولد وبنت انا موافق بحقيقة دورتنا دورتنا ضيف العزيزة القمة العلمية الكبيرة بسوط دكتور محمد مقبل طبعا صاحب دكتورة امراض العقم واطفال الالبيب واستشاري العقم واطفال الالبيب وعضو الجامعية الامريكية المصومة وجامعية الاوروبية للتكاثر البشر وعلم الاجيان رئيس مجلس ادارة مراكز ومستشويات الفا الالاج العقم في واحدة من حلقتنا المتميزة سلسلة مهمة لازم تفرجوا على هذه السلسلة كاملة تحديد جنس الموجود وتسمعوا برضو الجزء المهم جدا فيه التوضيح الكامل لدور البحث العلمي في الخلال الجزعية اللي انا انتظر منه القادم وتقييم هو بيفيد في ايه ومش بيفيد فيه دي شيء مهم جدا في عالم الطب حدود اللي انا بعمله ايه بالضبط عشان ما قعش ما انتقلش من فخ المحاولة او منطقة المحاولة المحبوبة الى فخ يعني الخزعبلات المكروهة والمبغوضة خليكوا دايما مع الدكتور عملوا دراسات كتيرة جدا وجدوا ان المياه الغازية ضايت من اخطر الاشياء اللي بتسبب لخلاقة السنان وضعفها والتأثير عليها اللي بيؤدي في النهاية الى فقد السنان دي واحدة حاجة تانية انه الغطس لفترات طويلة وبطريقة غير احترافية يمكن ان يؤثر ايضا ويسبب تلف الاسنان لانه مع الغطس بيؤدي الغطس اساسا كل غطسة وهو عامل انقباط في الفكين بشكل او بشكل زايد عن اللزوم بيزود الضغط على الفكين فمع الغطسين المحترفين اللي بيختصوا الفترات طويلة وفعماق عنيفة بيزيد الضغط على الفكين اكتر واكتر وبالتالي الاسنان تتأثر كثيرا طبعا اللي بيحب الغطس هيداي قوي من الكلام حاجة تانية كمان انه فرشات السنان فرشات السنان ممكن جدا تكون مصدر خطير جدا للعدوة والمشاكل في اللاسة وتنقل فيروسات تنقل فيلوانزا تنقل فيروسات اخطر من الفلوانزا بقى بكتير زي الفيروسات التهاب الكابدي الوبائي فعشان كده لازم كل واحد يكون له فرشات سنان والوحده وما تكونش محطوطة كده في نفس البوكت بتاع كل الفراش فرشات الأسنان التانين يعني ايه يا سلام كل واحد له نفس فرشة السنان بتاعته اه كل واحد منقل لون اللي منقل مش عارف ايه وكلهم حطانها في كباية واحدة فكلهم لسين فبعض يا سلام طب انت كده الفيروس لو جي على واحدة منهم عادي نقللهم التاني عادي جدا يعني فالحاجة الاخيرة بقى اللي بتأثر على السنان ودي حاجة غريبة جدا انه لقوا ان الرضاع على الفترات طويلة يؤدي الى مشكلة خاصة بتسوس الاسنان الرضاع الاكتر من سنتين يخلي الطفل عرضة اكتر واكبر للاصابة بتسوس الاسنان اربع حاجات مش متوقعين ناس كثير ما تعرفهم شي لكن الاربع موجودين والاربع مؤثرين جدا جدا هزور لكم حاجة خامسة بقى حاجة خامسة في منتهى الخطورة من ضمن الحاجات المخيفة اللي الناس بتعملها كتير اوي انهم بيستخدموا الخلة والخلة دي خطرة جدا الخلة اللي هي الخشبة او حتة الخشب طبعا فيها انواع كتيرة دلوقتي منها ويعودوا يعملوا بيها حفر او يستخدموها في الفرقات بين سنانهم دي من اكتر تكون بقى مصدر عدوى رهيب لانه في ناس بتعمل بالخلة وبتحط الخلة في جابها دي ناس وحشة اوي 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 ايه دا ايه اللي انا اقول تعالوا نبدأ نهار دا حوالنا مع ضيف العزيز الخيمة العلمة الكبيرة والاسم اللامة في هذا المجان ويعجبني جدا اسلوبه حكاياته حكاء رأى جدا ليه يوميات طبيب اسنان يوميات مهمة جدا في عالم انقلبت فيه ثقافة من مجرد ان انا بروح في الامرجنسي بس في الضوارع في القلم الى ان انا هروح لغير القلم كمان ان انا ببحث عن ابتسام ان انا ببحث على انه انا فاهم كويس جدا على انه الاسنان بتكمل جمال وجهي فانا ببحث عن بقية الاجزاء اللي في وشي اللي محتاجة تجميل اللي هي مهمة جدا اللي اسمها الاسنان او تعالوا نشوف النهار دا حوار مسير مع ضيف العزيز واحد من نجوم هذا المجال استاذ دكتور كريم مكاتي انا لازم اروح لدكتور الاسنان عشان اعرف ايه مشاكل الزراعة لوقت تمت بسلام يعني خلاص انا كده ولا في مخاطر منتظراني المريض بياكل وهو مش حاسس ان هو خايف يأكل حاجة ناشفة عشان فاطر الزراعية لا طبعا متحرك دا طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العظم دايما بنقول ان من حق اي حد ان هو يأكل لحد اخر ينفع عمره باسنانه السبتة ويستطعم من الاكل اللي هو بيكله لازم تبقى عارف ان المجال دا هيعملك الحاجة اللي شكلها طبيعي حد الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الاسنان وجراحة الوجه والفكين عضو كلية الجراحين الملكية بنجلترا عضو الجمعية الامريكية لأطباء الاسنان ضيف العزيز الاسنس دكتور الكريم مكادي اهلا بك اهلا بك عجبك الغطس انت غطاس اساسا انا غطاس اساسا واخد شهادات معايا شهادتين غطس والمفروض بعد كده هبقى ماستر غطس يعني كمان الناس من عز اصدقائي غطسين يعني غطسين بارعين يعني انا مفتاخي طبعا استاذني الاسنس دكتور جمال سامي ده استاذني وده من اهم جراحين القلب في العالم ده غطس محترم فعلا اهه بس ال غطس ده يعني اكتر حاجة بتغسل الدماغ عالاخر اه اي اي حاجة انت بتشوف عالم تاني بتشوف دنية تانية بتشوف كائنات مختلفة الوان بيخليك تطلع بنيادة متاني فالعالم ده اي دكتور اي حد بيشتغل مهنة فيها استرائيس عالي بيبقى حلو جدا ان هو بيبقى بمارس رياضة زي دي بالنسبة للغطس مع الأسنان أنا عجبني جداً حضرتك يعني.. يعني فكرة إن.. تعافي إن العمر ما غطاست بحياتي؟ لا ده لازم أنا كبيري حمام السباحة بغطس لما يعني بغلط يعني ده أنا حتى ساعات بنزل حمام السباحة واحرص على إنه ما تبلش يعني شعر نفسه ما تجيش عليه مية يعني شليني وقف حمام السباح يعني يعني تعرف إن العوم يعني مش حريف بس الغطس مش لازم تبقى سباح عالي على فكرة الغطس مش لازم يبقى سباح جامد لأنه معظم الحاجات هي بيعتمد على الباست بتاعه وعلى معادلات الضغط بره وجوه جسمه فمش لازم يبقى سباح جامد قوي على قد ما يكون فاهم فكرة الضغط وتأثيرها على جسمه فممكن يأثر على السناء؟ طبعاً جداً بشكل جامد جداً وخصوصاً لو هو مش فاهم فكرة الضغط على جسمه وما بيعملش الستابس اللي مفروض يعملها الناس اللي بتقتص أعماق عالية اللي بيختاروا الـ 27 متر لازم وهو طالع تاني بيبدأ يعمل الستابس عشان يبدأ يعمل ريليس او ايه ده؟ ايه الستابس دي يعني؟ الستابس يعني بيطلع على عمق أقل يعني ما يبقاش في العمق بتاعه ويطلع على عمق أقل قبل ما يطلع بره المية لازم يوقف شوية خمس دقائق وليها حزبة معينة عشان خاطر يبدأ الضغط يخف واحدة واحدة من جسمه لأن تحت بيوقع كل حاجة مضغوطة كل الأوعيات الدموية كل حاجة مضغوطة ما هي فكرة أوعيات دموية؟ ما احنا عندنا أوعيات دموية جوه أعصاب السنة نفسها بالحيطة اللي فيها الأعصاب والأوعيات الدموية بتاعتها فاحنا لما بنيطلع فجأة كل الكلام ده تغيير الضغط بيبوز الأوعيات الدموية تاعتها تاني حاجة الماوس بيس بيبقى الناس اللي هي مش محترفة أو المجدودة وهي ناس اللي تختص يبقى عاضد أو جازز قوي على الماوس بيس بتاعته اللي هي بتاعت الأكسوجين بتاعته فطبعا كل ده بيبوز عضلات الفك والمفصل بتاعه فلازم اللي بينزل يختص يمرن نفسه إن هو ما يقصرش على الفك بتاعه والأثنان بتاعه ويعمل الستابس المزبوطة ولازم يبقى نازل مع محترف معي إيه أبرز المشاكل اللي انت دلوقتي بتشوفها في يومياتك؟ احنا دلوقتي هذا السيزون أنا عامله يوميات تحكي لي بقى الأسبوع اللي فات ده إيه اللي غرح فيه عندك في المنطقة تحكي لحضرتك القصص دي ورده موضوع اللي حضرتك قلت عليه موضوع خلة السنين ده من الكوارث اللي بتهدد السنين ليه؟ وخصوصا إن هو دلوقتي اللي أنا بقيت أستغربه الناس حتى ما بتحطش خلة سنين بيبدأ يطبق ورقة أو دبوس أو حاجة أو كارنيه أو كارنيه ده موضوع منتشر جدا فالفكرة إن كل ده بيعمل أبريجين في السنة بيكسر في الصعطح السنة دي حاجة تانية حاجة بيعمل سبيسنج ما بين السنة والتانية فده كله بيخلي الأكل لما بينزل بعد كده بينزل زي السكينة يقطع في اللسة وبالتالي بيخلي العظم يتآكل في الحتة دي وبالتالي تبدأ الأسنان مع الوقت تتلخلخ فإحنا أعداء خلة الأسنان وأي حاجة بنسلكها كيف فرشة سنان جميلة جدا ولو مو اضطرين الدينت الفلوس ده حل كويس جدا ماشي بس لكن أي حاجة مندخلها عشان نسلك ده موضوع وحش جدا طب ليه ليه الإنسان بيفقد السنان؟ ليه الإنسان بيفقد السنان؟ إحنا هنقول كلمة بل سؤال كده عارف سؤال جاد عام جدا بس سؤال مهم إحنا هنقول أهم حاجة فيه الإهمال الإهمال هي بداية كل حاجة هو العدو الأساسي اللي بعديه بيترطب عليه كل المشاكل بعد كده يعني أنا بداية ما بخسلش سنان تبدأ الأكل يتحشر بين السنان يبدأ يتعفل يعمل لي بكتيريا البكتيريا دي تبدأ تأكل في اللاسة ولعب من الحالين السنة تعمل لي أحماض تكل في سطح السنة اللي إحنا بعد كده بنسميها التساوس اللي هي ممكن بعد كده توصل للعصب والكلام ده كله ده إهمال الإهمال إن أنا مروحش للدكتور أعمل الكشف الدوري التاعي يعني عشان خاطر ألحق أي حاجة من أولها أنا لو رب أروح للدكتور كل 3-4 شهور لو التساوس في أوله خالص الدكتور هيعمله مش هبه في أي مشاكل ما سيبوش لحد ما يوصل للعصب وبعد كده يضرب العصب وبعد كده أخد أمتي باياتيكس وأخد مساكينات وبعد كده أسيبه برضو فالخراج يقلب للخراج حاجة اسمها خراج مزمن واللي بعد كده بيتطور للأكياس الدهنية اللي بتاكل في العظم بعد كده وبواضل الدنيا ده ده اللي بيحصل لما السنة تفقد بالضبط كده هو السنة بتفقد ده بيحصل إيه هو أساسا سبحان الله الأسنان بتاعتنا كلها في حركة بس هي متسبتة في مكانها كل واحدة سندل لجنبها وسندل لقصدها مجرد ما بنخلع سنة بتبدأ العظم بتاعها بيكش مكان السنة نفسها زي ما احنا شايفين هنا هو وتبدأ الأسنان تتحرك في اللي سبيس اللي هي زي ما احنا شايفين بالضبط كده تحرك الخبيث ليه 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 الأسنان بتحرك عشان تحركة هي أسنان تحركة بس هما سندين بعض فاحنا شلنا الإكوليبريون بتاعهم أو السبات بتاعهم وده العظم كله بيحاول يعوض المنطقة دي جاذبية بنت لازم بالضبط كده هو على فكرة القصة دي احنا بنستفيد منها في معالجة بعض حالات مشاكل المفصل ساعات الناس اللي هي بيبقى عندهم تقطاقة في المفصل الفك تقطاقة دي بتبقى نتيجة إن الأربطة بتاعت الغضروف نفسه بدأ حصل فيها التهاب وارتخت بيبدأ الغضروف يتحرك مع فتحة البق وقفله مشكلة إن ده بيعمل تحميل مش مظبوط على الغضروف نفسه اللي بعد كده بيقطع فاحنا بنعمل حاجة اسمها بايت ريزينج رافع عضة رافع العضة ده بنستفيد من الميكانيزم ده إن إحنا بنبوز السباب بس بطريقة مدروسة بيتحط على الدروس الورانية بنبوز لأ حلوة أول جملة دي بنبوز السباب بس بطريقة مدروسة بالضبط لأ في عمالي بالراحة بقى حشرح لحدك مش إحنا قلنا كل سنة ساندل لقصادها وساندل لجنبها طيب يعني إحنا لو عملنا سبيس ما بين السنتين وبعد اللقصاد بعض إيه اللي هيحصل السنة هتطول طيب أنا عايز أخف الحمل على المفصل وخليه أديله فرصة إن هو يرجع مكانه الطبيعي ويحصل له عملية الشفاء الطبيعية أعمل إيه؟ أرفع العضة بمقدار من 2.5 إلى 3.5 ميلي وبعملها إزاي؟ بحط حاجة بترفق على الأسنان الخلفية وبتعمل لي اللي سبيس اللي أنا بقولها لحضرتك دي قدام فتبدأ الأسنان تطول بمقدار من ميلي لميلي ونص فوق وتحت ده بيترجم عندي في المفصل لريليس للفورس اللي معمولة على الكارتلج فمع الوقت خفف الضغط اللي حاصل على الغضروف خلفي بالزبط كده فمع الوقت اللي بيحصل الغضروف ده بيثبت في مكانه وتبدأ الأربطة الالتهاب اللي فيها يروح وتبدأ تتشد ويروح مشكلة التقطقة ومنيبقاش معرضين من الغضروف بعد كده يتقطع ونخش في عملية لتصليح الغضروف والكلام ده كله ولا الفك يعلق ولا الكلام ده كله دي 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 من الحاجات اللي هي التقنيات الحديثة جدا هم نحاول نحافظ على مفصل لفاك ونتفادى أي بيروحة ليه لأن دي الحاجة بتاعت ربنا بفيش مفصل بيرجع تاني زي ما ربنا خلقه واللي يقول كده أنا مش موافع عالكلام ده الحاجة بتاعت ربنا هي الأساس ده طيب في ناس بتفقد سنانها بالكامل دي بقى مشكلة مثلا مريض سكر كتقدم في السن لسبب مش بفهوم أهمل جدا زي ما انت قلت الراجل ده بيبقى عنده أو الست دي دي بيبقى عنده حالة يأس وساعت بيأسه في سنة مبكرة يعني طيب أنا شفت السنة المبكرة دي شفت في سنة 40 سنة و37 سنة ما عندهمش ولا سنة بيبقى إيه اللي حصل وكمان ما عندهمش سكر ولا أي أمراض أو ضغير بيبقى إيه اللي حصل أساسا هو أهمل راح للدكتور بتاع حشو خلع فالدكتور خلع له السنة اللي بتوجعه واحدة ورد تانية واحدة ورد تانية ورد تانية خلع الأسنان كلها بدأوا يعملوا الأطقم المتحركة اللي هي طبعا زي ما احنا عارفين وقلنا قبل كده إن هي بتبدأ تخلي العظم أساسا يتآكل غير فكرة أساسا إن العظم أسنان حافظ على حجبه ده بسبب الأسنان اللي جواه فأنا شلت السنة وحطت له حاجة قاعدة بتعمل تراشر على العظم بشكل معين فالعظم عمال يتآكل فتجي لي مثلا عندي واحدة لسه جايلة أسبوع الفات عندها 40 سنة وخلع بقالها سنتين تلاتة كل أسنانها وماشى الطقم متحرك وعظمها قليل للزراعة طب هل دي يعني أهو طبعا حرام اللي حصل فيها وحرام اللي نصحها بالكلام ده كله بس هل هي مش من حقها إنها ترجع بأسنانها تانية كاملة لا طبعا من حقها وخصوصا كمان هل مش من حقها إنها يدوء الأكل بالطريقة اللي إحنا بنستطعم بها الأكل ما إحنا عندنا الأطقم المتحركة دي بتغطي السنسرز بتاعة الأكل إحنا عندنا زي ما إحنا هنا شايفين ده يسري ده ده يسري آه يسري ده مش كبير برضو ده حاجة و 40 سنة فقد أسنانه للوية كلها وبدأنا نزرع له عبن مع الزراعات بتاعته وبعد كده حملنا له أسنانه زي ما إحنا شايفين فوق هنا يسري كان من ضمن التحديات بتاعته إن هو اللي رح في كذا حتة قالوا له أنت العبن اللي تحت الجيد الأنفي قليل جدي مش هنقدر نعمل لك العملية دي فطبعا يسري طبعا كان عنده حالة يأس لحد ما جالنا الحمد لله بدأنا رفعنا له الجيب الأنفي بنرفعه دلوقتي كلوز ده مش بنحتاج نعمل جراحة كبيرة عشان نرفعه الجيب الأنفي بنرفعه من المكان اللي بنحط فيه الزراعية بنحط عبنه بنحط الزراعية بتاعتنا وبيقدر الزراعية تبقى عندها ثبات عالي جدا ويقدر يزرع في المنطقة بتاعت الجيب الأنفي اللي نزرع هو ليه ناس ممكن تفقد أعظم الفك عشان الأسنان ما بقتش موجودة فيها دي نقطة تبقى فهمي الحتة دي أكتر يعني الحتة دي بالنسبابكو حتة مسلمة يعني ممكن الناس وهي بتتفرج علينا دلوقتي يفهموها إنه هو يفهم إنه نحن نفقد عزان فكنا لأنه نفقد أسناننا هذا شيء بديه جدا مسلم به لكن أنا عايز أقرب أكتر من السنة ويفكوا علاقتهم ببغض نبدأ طب هقول له حضرك على حاجة نقولها بالبلد الأول وبعد كده نتكلم عليها مظبوط واحد في جيبه حاطة مفاتيح شال المفاتيح ده إيه اللي هيحصل الجيب هيرخي هيرخي نفس الفكرة دي وليه بتحصل بيبدأ العظم الفراغات اللي فيه تصولهم الفاك العلوي تبدأ تتكبس على بعضيها هيبدأ حجم العظم نفسه يقل واحدة واحدة يبدأ لو إحنا مركبين عليها تركيبة متحركة يبدأ يعمل إحنا عارفين طبعاً أن العظم بيشتغل باتنين ميكانيزم حاجة اسمها osteoclasti activity واستيوبلاستic activity الاستيوكلاستي اللي اتنين عكس بعض واللاتنين من خوائص من خصائص العظم اللي هو عمل البناء والهدمة في العظم نفسه اللي اتنين عنده ماشي دول اللي احنا هدم بناء الهدم بناء شغال كده سبحان الله ده الميكانيزم اللي احنا وشنا بيكبر بهيه مثلا يعني العظمة مش بيزيد من برة والعظمة بتدخن لا بتبدأ تاكل نفسها من جوه عشان مشتنا يكبر ده طبيعي فهي نفس القصة دي وتكبر من برة تتراكم من برة ويتاكل من جوه فتبضل شكل العظمة هو هو وسمكها هو هو بس كي برت يعني الشكل تغير تمام يعني احنا ما فيش الجمجمة ما بتكبرش كده بالزبط وإن هنلاقي بقى ايه جمجمة كده عشرة سمك تبضل سمكها ممكن يزيد شوية بس قريب من السمك اللي بدأت بيه تقريبا أو يعني شوية يزيد سنة بسيطة بس القصة يتاكل من جوه ويزيد طبقة من برة يتاكل رأي من جوه ويزيد رأيين من برة يتاكل رأي من جوه وهكذا فتلاقي لفسك من جوه ووسعت المخك كبر إن شاء الله و وبيت دكتور بقيت راجل كبير بقيت راجل حد الميكانيزم ده بقى بيشتغل بطريقة مش مزبوطة في حالة الأطقم المتحركة إن فيه براشر موجود على الرجل بتاعنا اللي هو ما فيهوش سنين بتسابورت حجم العضم فبيبدأ العضم ده يكيش ويتأكل عشان كده الناس بتشتكل اللي هي بتعيش بالأطقم المتحركة إن الطقم وسع لا هو الطقم وسع لو هو وسع حاجة بسيطة بس هو العضم هو اللي كاش فأنت حسيت إن الطقم وسع بدليل إن انت بتعمل طقم في التاني في التالت بعد كده الدكتور بيقول لك أنا مش هعرف عمل لك طقم سيد يعني المتحرك يكون إيه يمسك شوية مش هيعرف ليه اللي نحن بيبقى كاشة على الأخ فكل الكلام ده إحنا بنلحقه إزاي هي زرعية بتتحط مكان الخلعة اللي اتعملت ما نسيبش نفسنا للكصة دي كلها ما نسيبش المشكلة تكبر على حد ما نوصل إن إحنا محتاجين نزرع عضم متاجين نرفع الجبل أمف نستخدم زرعات ميلة عشان خاطر إحنا من الأول لو الحاجة اللي احنا فقدناها وأسلاً دلوقتي إن إحنا نفقد سنة دي ما بقيتش حاجة سهلة التكنولوجيا خلتنا ألاج الجذور والحشوات والكلام ده كله إحنا نقدر محافظ على السنان دي أساساً ما نضطرش لخلعها ولو اضطرنا نلحقها عشان نلحق العضم بتاعها عشان ما نضطرش بعد كده إن إحنا ندور على عضم نزرعه في الحتة دي ونعمل الكلام اللي احنا قدنا ده بارتو الحالة دي تبقى جاية نفسياً محتاجة سابورت بجامل طبعاً جداً جداً وخصوصاً إن هو ما بيبقاش عنده ثقة نفس إن هو يقعد يتكلم معه قدامه مش عارف يتحمل وحكي زي كده الحالة دي الحالة دي وبعدين بصوا برضه ده جاي بقى إنتوا اللي عمينا الحكاية دي بقى عندكم بقى مكادي سنتر إنتوا حطين الصورتين فوق بعض علطوك لازم لازم دي لينا وللمريض لازم يبقى عارف هوا كان فين وبقى فين أيcja باش بس أنا كان نفسي تشويق يه أنا نفس شوف الصورة الأولانية دي فاته وانا يعني تعب تكبر بحسيلها الهرع بيض ودي تأمل فيها ايه وبعن أنتوا فجئني بجمال الصورة بصراحة جميلة جداً وانت بصور فروم نير فيجين يعني مصورة ونشرال مصورة قوي قريب جداً نشرال جداً أنا عجبني ايه أنه نتشرال نشرال لأنه طبيعي عادي أقول له حضرتك على حاجة الصورة الأولانية لو حضرتك لاحظت أن الجدور لسه موجودة دي نقطة أنا عايز أتكلم فيها في ناس بقى بتعمل إيه؟ جتلي قريب دي نفس الحال؟ لا دي حالة تانية حالة تانية دي نفس الحال آه دي ما إحنا شايفين فوق هو فيه جدور موجودة كان رأي المريض لما جاء وحسألناه قلنا له إنت ليه سيب الجدور دي؟ قالك أنا سمعت إن إحنا لازم نسيب السنة في مكان عشان تحافظ على حجم العظم طيب كويس جد؟ لا مش كويس خالص ليه بقى؟ لأن السنان دي كلها العصب بتاعها تعفن وعمل بكتيريا تحتيها البكتيريا دي عملت تحافظ على العظم اللي اشتغل بفكرة الأستيوكلاستيك أكتيفتي اللي احنا قلناها في الأول فأكل نفسه وعمل قوضة القوضة دي فيها صديد يبدأ الجسم يبعد حاجة اسمها إبسيليل سيلز عشان يوقف يعمل كنترول للعظم اللي بيتاكل ده اللي لما بتكتمل إبسيليل سيلز دي بطانة القوضة دي ده بنسميه إيه؟ أبسيس لا سيست هنا بقى سيست ماشي معي السيست اللي هو الكيس الدخن اللي هو بيتطور بعد كده ما ممكن يقلب أبسيس ما هو أبسيس ده في الأول أكيوت في كرونيك في سيست في السيست ده بقى بيبدأ يتطور من إنفكتد يوصل آخر حاجة فيه لحاجة اسمها كيراتوسيست كيراتوسيست ده بيتسمى كده عندنا سيست لايك تيومر يعني يعامل معاملة الأورامة ليه أوصل لكل ده عشان سيبت إنه؟ هياكل في العظم بعد كده ويكبر ليه بيتم كده بقى؟ عشان بيكبر بحاجة اسمها finger like projections بيكبر بشكل صوابع دخلة في العظم فمهما بيتشال يتبقى منه جزء عشان كده لازم بيتشال بسافتي مارجن عشان كده لازم يعامل معاملة طب أنا كل ده عشان أنا سافتي مارجن يعني معلش إحنا أقول إنجليس نهارده نهارده أقول إنجليس مارجن كلمة وارم حاجة سيس هتشال كأنها وارم فهتشال حقاليها هي مثلا ولياكم الوقت ده تلاتة في تلاتة لما أنا جاء أتشالها بقى هشيل بمساحة خمسة في خمسة مظبوط كده يعني أزود كمان اتنين أستقصل بقى كمان في النسيج الطبيعي السليم عشان أمن نفسي لأنها هي متوغلة بصابح جوه هذا النسيج وكل حتة صغيرة تعمل كيس دهني تاني تاكل في عبني تاني فلازم تكشال مظبوطة حلوة أول حالة دي كل ده يعني ليه بقى عشان إحنا سبنا السنة تعمل كل ده وما وقفناش قصادها ده دي فكرة زراعة الفك بالكامل دي أنا من المواضيع اللي أنا بعشقها فكرة إن المريض ما بيأكلش أي حاجة ما بيدقش أي حاجة مش عايش وتقاله أنت من حقك تعيش بسنانك لحد آخر يوم بعمرك ونعمل له الكلام ده ويخرج بالشكل اللي تحت ده يعني أرائع جدا كم زرعة دول؟ دول كانوا تمانية فوق وتمانية تحت تقريبا حالة دي بقى لها بطر مصباح ثلاثة أربعة خمسة آه ثمانية فوق وتمانية ده هي نفس الحالة الضبط بقى نفس الحالة لقاحة جدا وأنا اللي أعجبني قوي فكرة النيتشوراليتي وطبعا البيت انتو قلفتوا هنا بيت بقى لكسة تانية خالص بقى هنا ما كانش فيه أساسا بيت موجودة الضبط بس إحنا بنقدر بقى بش عضة يعني بنقدر ندور على شكل البيت اللي المفروض هو يكون عليها بنبدأ نخليه يعد بطريقة معينة بنقوله يرفع لسانه في سقف حلقه الورى فبيبدأ الفك طبعا زي ما حدراك عارف لما يكونش فيه أسنان ما بيبقاش فيه جايدنس للعضة بالنسبة للمريض نفسه مش لينا احنا بس فبيبدأ الفك يتخي وينزل لتحت يبقى هو بيعض على ضراديره بطريقة مش مزبوطة فبنخليه حط يرجع لسانه الورى قوي ويبدأ معاه احنا نعلمه العضة عشان نعرف شكل عضيته في الآخر هتبقى عاملة ازاي وبنبدأ نستخدم هنا بقى بيخش بتوع اللي هما الريموفيبال بروسيسز اللي هما الأطقم المتحركة احنا هنا بنستخدمها في الحتة دي بقى عشان نرسم العضة نقلف العضة عن طريق الناس اللي هما متخصصين في الأطقم المتحركة اللي هما دول اللي بيرسموا لنا بيحطوا الأول حاجات زي شبه اللاسة بتاعت المريض فوق وتحت ويبدأ يرسم لي العضة المفروض تبقى في الحتة دي والكمبيوتر بقى بعد كده السارك بقى والسمائل ديزاين بقى يبدأوا يتدخلوا في الموضوع ده كله ويخرج الموضوع في الآخر ان هي العضة تبقى مضموطة والمريض ما يبقى شميداية وياكل كويس جدا دايماً دلوقتي بتوجه كتير من الناس انهم يسمعوا انهم محتاجين عم دولهم ان انت محتاجين عم الحاجات دي بالنسبة للجيل اللي دي متخوف جداً يمكن الجيل الجديد عادي يعني لو هو اعتقد ان اه حطي باشو عظم يا سلام احنا اه لكن اتيجي تقول لو واحد انت محتاج عظم هينهار وهينزل بقى عظم ايه لا حطه وهجيبه مني وانا عندي عظم انا عندي هشاشة اي حد هيتكلم كده فانا اعزيني فعلا بس الناس ايه حكاية عظم هتحط عشان الكلمة دي على فترة صعبة برضو على تناغي الناس خلينا نقسمها لسفير كيسز وكيسز اقل من السفير شوية في الكيسز اللي اقل من السفير شوية بنقدر ان احنا عن طريق في عظم سناي دلوقتي بيبقى مفول كده بيبقى فيها باودر ماشي دي بتتحط في العظم مع البلازما اللي احنا بنسحبها من المريض البلازما دي موضوع مهم جداً البلازما دي فيها عناصر النمو والشفاء بيحط عليها الPRF بتاعتها ونقفل على الكلام ده كله باللاسة بتكون لنا اماكن تكون عظم جديد يعني هي بتبدأ تمسك في نفسها وتبدأ تحفز العظم في الحتة دي كلها انه بيبقى حتة واحدة هي مع العظم الاساسي بتاع المريض ده في الحاجات اللي هي اقل من السفير شوية طب لو انا عندي مثلاً حد عنده كلافت مثلاً او عندي حتة جزء دفاكت كبير في العظم احنا نعمل ايه مع الناس دي؟ هنا بقى اللي بنتطرر ان احنا ناخد عظم من جسمه سواء من الحوض او رب او حاجة زي كده بنبدأ ناخدها ونثبتها في مكانها بشرايح ومصامير اللي بعديها بكم شهر ست شهور بنبدأ نحط فيها الزرعات بتاعتنا ونقدر ان احنا نرجع له المضغة بتاعها بس دي بتبقى كيسز قليلة جداً معظم الشغل دلوقتي شغال بالعظم الصناعي اللي هو البودر اللي هو بنحطه وبعد كده نسيبوه شوية وبيبقى ماسك كويس وتقدوني كويسة جداً بتايجو هيلة جداً يعني هايز روح للأشعة المقطعية أشعة المقطعية المهمة جداً مش رفاهية في زراعة الأسنان لأساس انا متحمس جداً انه من كتر ما بشوف مشاكل لناس زرعة من غير أشعة مقطعية زرعوا ببانوراما بس في ناس بتعمل كده لحد الوقت بيدفعوا تمنحي جداً بيشوف جوه ازاي الفانوراما دي 2D 2D ماشي يعني صورة العمك بتاعها فين لكن بالخبرة بالخبرة هم 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 طيب لو هي كراتينيز يعني كراتينيز فيها عالي يعني دو في ناس اللي يبقى ثمكها لوحدها ووصل ثلاثة ونص واربع ميليا في ناس في حالات لما بنفتح بيبقى الثمك بتاعها كده باحنا بنحدد ازاي ثمك العظم بالنظر كده مستحيل الأشعة المقطعية دي هي اللي بتبين لنا هي بتعمل لنا إيه؟ هي بتقطع لنا العضم ترنشات صغيرة وبعد كده بتخلينا ننسي كل حطة عضم لوحدها هنا دي الأشعة المقطعية وإحنا بنستخدمها عشان نحبب مكان الزرعية وبتفرحني السورة دي جدا دي الأحلى فيديوهات اللي احنا بنشوفها بتفرحني طبعا بنتدأ نقطع العضم لشرايح صغيرة ونشوف طول وسمك وعرض العضم قد إيه؟ زي ما احنا شايفين في الصورة لفوق بنحدد بنعمل سق يعني بنسنتر أو بنخليها سنتريك يعني في النص للزرعية نفسها عشان نشوف العضم هيبقى حواليها عامل إزاي وميقولها عامل إزاي دا اللي بيسبب نجاح الزرعية إن أنا مايبقاش في عضم قليل حوالي الزرعية دلوقتي بقينا نربط بقى الكلام ده بالسرك والإسمائل ديزاين والكلام ده بقينا نحدد أساسا يعني احنا عندنا حتة عضم كويسة طب أنا هخترقني حتة فيهم بالزبط يعني النقطة بالزبط اللي أنا هبدأ فيها بنبدأ نشوف شكلها في الآخر جماليا هيبقى إيه؟ دا بقى دخول اللي اتنين مع بعض بنحدد عن طريقه حتة العضم مع حتة الجمال ففي الآخر بتوصل إن أنت زرعة زرعية حطيت عليها للسنة أو للتربوش أو التركيبة السبتة بتاعتها بشكل جمالي الطبيعي بتاعتها بالسنان المرصوصة اللي في الآخر ما حدش هيعرف إن أنت مركب أي حاجة إذا الأشعة المقطعية لن تكون لا غنى عنها لا غنى عنها الأشعة المقطعية دي بتبين لي مكان الجيوب الأنفية بتبين لي العصاب اللي ماشية عاملة إزاي في الفاك السوفلي اللي مش متوقع بالزبط كده هو يعني كلام دا كله هيشوفه إزاي في القمر صعب أول الأشعة المقطعية لو إحنا شفناها يعني هتفدنا في حالات هنشوفها دلوقتي يعني برضو هنربط بين الأشعة المقطعية وبين هذه الحالات حالة دي من أهم الحالات اللي إحنا بنتكلم فيها هنا زراعة العظم لو حضرتك بصينا فوق هنا دا علاج عصب مش مزبوط أدى إلى إيه؟ إحنا كنا قلنا في الأول لما بيحصل باس تحته وبيتساب بيبدأ العظم يأكل نفسه العظم متآكل من فوق تماما بسبب العلاج العصب المش مزبوط طيب المريض دا جاي السنان دي كلها أو التركيبة بالسنان كل دا بيتلخلق رايح جاي بشكل مهول طيب راح لف لأ مستحيل نزرع لك أنت عندكش عظم خالص وقالوله إحنا هناخد لك حتة من الحوض عشان نركب لك إنه يركب لك الزرعات دي دا حل موجود بس أنا ليه دايما أخش الحتة الصعبة إن أنا أفتح حتتين عشان أحط العظم من حتة لحتة لأ تحت إحنا عملنا إيه؟ حطينا الزرعات بتاعتنا بشكل معين وحطينا معاها العظم الصناعي بتاعنا لو حضرك بصيت هتلاقي إن العظم فعلا بدأ يتكون الأشعة التحت دي دي بعد شهرين ونص من وضع العظم بتاعتنا بعديها بشهر ونص تقريبا قدرنا نحمل وفيه صورة تانية إحنا حطينها دي بتبين لنا قبل وبعد الحالة كان شكلها عامل إزاي؟ هتظهر معينة دا يعني هو دا بعد ما إحنا حطينا العظم دا فوق يمين بعد كده دا بعد ما ركبنا روس الزرعات بتاعتنا وتحت دا الشكل النهائي بعد ما خلصنا الأسنان بتاعتنا الصور قد تختصر عمل مجهود ومضني جدا وفيه آه يعني الثلاثة الصور دول قصة ما إحنا لما يجينا حد ما فيش عظم فيش أسنان ما فيش أي حاجة دا جهد كبير فيه ثيم كبير بيشتغل فيه عشان نوصل للنتيجة الكبيرة عشان يرجع الراجل دا ياكل تاني ويبقى حقه إن هو ياكل تاني الصور عندما توضع جنب بعضها كده آه مهنات بتحط جنب بعضها كمحترفين هنعمل كده لكن هذه الصور وراها قصة كبيرة جدا قصة من أولا من ناحية المريض نفسه معاناة معاناة طبعا ومشاكل وفقد السقة ومشاكل في البطن وفي المفاصل ونفسية وفي الوش العلدة بيكش اللي هو بيخلي العلدة كبرت في السن خلاص كبرت في السن بلاص إن أنا ما عنديه السقة أنا فقد السقة ما هو أكيد إن الواحد ساب سنانه وتروح بالطريقة دي واحدة رتانية آه دا بن قصين كان نتيجة إنه ما عندهش سقة في طب الأسنان وبعدين النهاردة جاي عشان يعالج بقى هذه الأسنان فهو عنده أمل لأنه شافش أكيد نتائج قبل كده أو حتى ما شافش بس جاي عنده أمل سمع وبين تخوف من الخبرات السابقة ومن إحساسه ومن ثقافته السابتة الرسخة إن الدكتور السنان دا دا هيضيع وقته وهيوجعه وهيقض فلوسه وهيبهدله ومش هعمل له حاجة عربة حاجات أنا خليدة بص يا جماعة أنا في يعني يعني بيني وبين نفسي كده ندرت وندر لله إن أنا كن صريح جداً معك ومع نفسي ومع زميلي ومعنا كلنا في الفترة اللي جاي وده ده حاجة جميلة جداً جداً عايز أسأل سؤال محترم قوي ينم على طبعاً عبقريك السائل يا لأ تب بل توضعي طبعاً سؤال سؤال بسيط وكلاسيكي جداً أنا بقول الكلام ده بضحك يا كيف تتم عملية الزراعة نشوف السؤال بسيط جد بس أنا خبيث لإن أنا عايز أسألك كيف تتم عملية الزراعة الخطوات اللي المريض دازم يكون عارفها عشان يعرف إنه بتعامل مع المحترفين طبعاً ماليش يعني يقول له لإنه إزراع لو ما لقاش الخطوات دي قوم يعام اجري اركب النقو ويشرخ تمام أول حاجة إنت لو دخلت عند أي عيادة مسألش عن التاريخ الطبي بتاعك كده كده لازم نجري لإن التاريخ الطبي بتأثر جداً على أي شغل في كل برانشات الطب يعني لازم يبقى الدكتورة عارف عندك سكر عندك قلب عندك أي مشاكل صحية لازم يبقى عارف كل الكرام ده كله فيه سيولة في الدم فيه روماتويد فيه الكلام ده لإنه كل حاجة من الحاجات دي هتخلي الدكتور ياخد احتياطاته بشكل معين في الجراحة بتاعته هتخليه يستخدم أنواع معينة من الزرعات هتخليه ممكن يقول لك روح زبط القصة دي وارجع لي تاني فالدكتور اللي مش هيسأل الحاجات دي مش هيبقى عارفة فمش هياخد احتياطاته منها فالنتيجة هتبقى فشل العملية دي أول حاجة تاني حاجة التشخيص التشخيص ده اللي هو وعن طريق الانفتيجيشنز يعني كلينيكيلي دي إنه هو الدكتور بيكشف على المريض بشكل عادي جدا ويسمع السنة دي فقطها امتى والكلام ده كله وا 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 ويشوف الهيجين بتاعه ويزبط الكلام ده انفتيجيشنز دي بتبدأ من الأشعة المقطعية اللي هي بتحدد لنا الميديا أو الطربة اللي أنا هزرع فيها شكلها عامل ازاي بتحدد لنا طلها عرضها سمكها كسافتها قربها أو بعدها من الفيتلز يعني 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 مثلا أعصاب جيب أنفية الكلام ده فبعد كده بيقرر إنه هو الوضع كله سليم فحنا هنزرع الزراعية بالطريقة العادية السهلة أو هناخد سكة تانية عشان نتفادى بيها عصب نتفادى بيها الجيب الأنفي أو هنرفع الجيب الأنفي أو هنتفادى بيها مشكلة معينة أو مثلا لقى في سكته مثلا فيه كيس دهني لازم يتشال الأول حيمشي في السكة دي العظم قليل مثلا هيزرع عظم مع الزراعية اللي هو بيحطها الكلام ده كله مش هيعرف يحدده بأشعة سنوائية الأبعاد لازم سلاسية الأبعاد سنوائية الأبعاد اللي هي البانوراما دي بيجيب لنا من بره بس ثلاثية اللي أبعاد هجيب لنا اللي جوه جيب لنا الترانشاية اللي هنشوف فيها كل الكلام اللي إحنا قلنا الكلام فيه تالت حاجة التحاليل مهنة دلوقتي معظم الناس مش يئمة مش صدقة مع نفسها يئمة مهملة في صحتها فهنا إيه اللي هيعرفني إن المريض ده فعلا ما عندوش واحد اتنين تلتف سكر ضغط الكلام ده كله لازم أبدأ أحلله حتى لو عندي جهاز أحلله راندم يعني أعرف بس كده السكر بتاعه عامل إزاي لازم أعرف ضغطه عامل إزاي الحاجات اللي هي الأساسية تمام أطلب منه تحاليل دي إنه هو يعملها في مركز تحاليل وبعد كده يجي لي بيها بعد ما عملنا كل الكلام ده يبدأ بقى عملية الجراحة بتاعتنا اللي هي أساسا يعني إحنا أخذنا مشوار طويل قوي عشان ناخد الكرار والطريقة اللي إحنا هنمشي بيها الزراعية بتتحطي في قديمة بعد الكلام ده كله 8 دقائق في 8 دقائق الزراعية بتتبع محطوطة في مكانها وما فيش أي آلم وما فيش آلم حتى بعد العملية ما فيش أي مشاكل خطس ولأنها عملية فدائماً إحنا ماينور سيرجري ماينور سيرجري بس اسمها سيرجري دائماً طالما كلمة سيرجري تقالت يبقى هنسأل عن ضعفات محتملة مخاطر موجودة ده سؤال هنسمعوا من هني عفيفي دلوقتي ونشوف يقصد به إيه وزي ما قلت لكم وراء الكلام كلام تعالوا نشوف كل ما كبر الإنسان كل ما أسنانه بتبقى عرضة للتسوس أو الكسر أو الفقدان بشكل كامل مجال طب الأسنان بيتطور كل يوم ومع اعتباع طرق تقليدية لاستبدال الأسنان المفقودة بعمل التركيبات السبتة أو المتحركة حسب الحالة تطورت عمليات زراعة وغرس الأسنان مع استخدام جزور من معدن التيتانيوم لغرس السنة وبتبقى شبه السنة الطبيعية بالزبط وبكده يقدر الشخص يأكل ويتكلم بصورة طبيعية الجدير بالذكر أن المتوسط العمري للأسنان المزروعة بيمتد لـ 30 سنة كمان نسب النجاح عالية جداً بتوصل لـ 95% للفك السفلي وـ 90% للفك العلوي يطرى إيه الحالات المناسبة لزراعة الأسنان؟ وهل في موانع لإجراءها؟ الموانع والمخاطر الحالات المناسبة طبعاً مفهومة مفهود سنة لكن الموانع والمخاطر نبدأ بالموانع نقول الموانع لو فيه حد بيجز على سنانه بشكل مفرط دي من الموانع لإن إحنا زي ما إحنا قلنا قبل كده إن فيه فكرة العظم بيأكل نفسه بفكرة الاستيوكلاستيك اكتيفتي زيادة على زراعية يعني توزيع أحمال مش مزبوط هيقدي إلى فالير بتاعة الزراعية دي فكرة توزيع الأحمال دي مهمة جداً عدد الزراعات اللي شايلة التركيبة فوقيها مع الفورص اللي نازل عليها دي حاجة السكر الغير منتظم السكر الغير منتظم ده من أحد الحاجات اللي هي عدقنا لازم الراجل يزبط السكر بتاعه بتاعه الأول وبعد كده نزرعه زراعات بتاعته مش هبه فيها أي مشاكل القيمة العلمية الكبيرة اللي بسعد بوجوده معنا المبدع سيد دكتور كريم مكادي أضفت لنا كتير يا كريم أنا سعيد جداً بوجودك معنا سعيد جداً بإخلاصك وتفنيك وعملك الدقوب اللي بينبق عن شخصية خاصة جداً في عالم طب الأسنان أعتقد أنها حفرت مكانة كبيرة في الإليت في هذا الميكال وأعتقد في المستقبل هتصنع الكثير خليكوا دايماً مع الدكتور الأستاذ الدكتوري يسري الحميلي أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمد الفقري كلية طب قصر العيني جماعة القاهرة عضو الجامعية الأوروبية لجراحي المخ والأعصاب مدير مستشفى نيورو سباين ضيف العزيزة الخيمة العلمية المتميزة والإسم الجراحي الكبير أستاذ الدكتوري يسري الحميلي منورنا فاندم وهذه الزيارة نسعد دائماً بها شكراً جداً الحقيقة عايز أبدأ بأنه كتير من الناس تتخوف من جراحات العمود الفقري وتخوفها يعني من القديم منطقي كان الناس تعتقد أنه هعمل عملية في العمود الفقري هخرج بمشاكل جمع نتيجة التداخلات الكبيرة الآن ظهر ترمي جراحي ومصطلح طبي مهم جداً اسمه جراحات محدودة التداخل عايز ألقي الدق على المنطقة الحقيقة طبعاً فيه مثل بيقول الحاجة هي أم الاختراع لما كان العمود الفقري جراحاته صعبة جراحاته دقيقة جداً حساسة النتائج اللي بيطلع بيها المريض كانت دائماً بتبقى دون المستوى هنا يعني انكبى البحث العلمي على أشياء كثيرة جداً استحدثت وعايز أقول أن جراح المخ والعصاب والعمود الفقري هم أكتر الناس اللي استفادوا من التكنولوجي دي حقيقة والمثل الأكبر اللي بسوقه دايماً أن احنا أول ناس عملت عملية بريبوت أو الإنسان الآلي وبنسمى إحنا بنستخدم التقنيات الحديثة دي لتطويع هذا المجال الصعب جداً للخروج بنتائج عالية جداً والإجراء عمليات كثيرة جداً كان من المستحيل إجراءها بالطرق التقليدية فبالتالي ما بقاش مسموح النهاردة أن احنا نشتغل بنفس الإسلوب والنظام والطريقة التقليدية خوف المريض مبرر ويحترم جداً جداً لأن المريض بيخاف ليه إما أنه شاف مريض عمل عملية والنتيجة وحشة جداً جداً أو أنه شاف مريض عنده مشكلة في العمود الفقري وتعرض لعجز بعد عملية والكلام ده موجود في مجتمعنا ودايماً بقول برضو لما بتبقى ماشي في الشارع فيه ميت واحد ماشي فيهم اتنين عندهم مشكلة شلل أو ضعف أو انحناء أو تقوص أو ظهره تعبو هتشوف الاتنين دول مش هتشوف التمانية وتسعين وبالتالي العمليات النجحة ما بتتشافش قوي لكن بيتعرف الجراح ده جراح متميز من مرضاه فدايماً بقول المريض ما تبصش للأمثلة السيئة بص الأمثلة الجيدة وبص للعينين اللي احنا بنعمل لهم العمليات بص للطفرة اللي احنا أحدثناها وأدخلناها في مصر من تطوره علمي وتكنولوجي ومن تقدم بص النتائجنا في العمليات وعشان كده المريض اللي بيبقى جيني عن طريق مريض عامل عملية هو ده أكثر المرضى اللي بيستفيد لأنه بيسمع الكلام وبيطبق تعليمات بشكل يعني مثالي عايز أعرب يعني ايه محدودة التدخل؟ محدودة التدخل هو أن احنا بنختصر الجراحة الكبيرة جداً اللي كانت فيها حاجات كتير جداً بتدمر التركيب الطبيعي للعمود الفقري لأن انت عشان تعمل عملية في العمود الفقري وتنجح انت محتاج حاجتين أنك تحقق الأهداف اللي العملية داخلها تعملها لو أنا هشيل غضروف هعمل تثبيت لفقرة هعمل توسيع للقناة العصبية هعمل استقصال ورم محتاجة أعمل الحاجات دي كلها من غير ما غير في التركيب الطبيعي للعمود الفقري ومن ثم لما نشوف عملية بالمنظار زي كده هنا الغضروف أهو احنا دخلنا من الفتحات الطبيعية اللي موجودة بين الفقرات وبعضها بآلة صغيرة جداً حجمها أقل من حجم العصب بتاعنا الطبيعي اللي هو واحد من العصب اللي بتشكل الضفيرة العصبية اللي عاملنا عصب باسم عرق الناسة ومن ثم لما بندخل من فتحة زي دي طبيعية موجودة احنا مشناش عضم ما فتحناش حاجة في العمود الفقري وبالتالي ما أحدثناش أي تغير في التركيب الطبيعي للعمود الفقري هنا تبقى الجراحة محدودة التدخل محدودة التدخل في كونها لم تحدث أي تغيير في التركيب الطبيعي كياني عندي غرفة مقفولة وأنا دخلت فتحت بالمفتاح ودخلت عملت اللي أنا عايزه وقفلت الغرفة بالمفتاح طيب العمليات التقليدية كنت عبر عن إيه؟ إن أنا بهد حيطة وادخل عشان أعمل اللي أنا عايزه أهد حيطة وادخل أعمل وأرجع بقى أبني الحيطة دي هابنيها هل هقدر؟ هل هسيب أسار؟ هل هدمر؟ طبعاً والفرق ما بين الاتنين كبير جداً جداً هقف قدام نقطة مهمة الجديد دايماً الجراحات ما هتبت تدخل فيها جديد طبعاً لأن هذا المجال يتطور ويتطور بسرعة والجراح المواكب للتطور ده بتبقى بالنسبة له الموضوع خطوات أنت خطوة استبدلت بخطوة بنبني عملية من كذا خطوة بناء على تجارب وخبرات واستحداثات بتطرق على العمليات النهاردة مثلاً لما بنوصوك مثال المريض اللي كان عنده هشاشة في الفقرات وتزحلق في الحمام وقعت كسر وبي عادة بيبقسينه كبير عنده مشاكل في القلب عنده مشاكل كبيرة تدرش تديله حتى إبريت بنج الفقرة انهارت زي كده نتيجة إن المريض ده عنده هشاشة هتعمل إيه؟ علشان تعمل عملية وتثبت الفقرة دي معضلة كبيرة جداً المادة اللي هتثبت بيها هتفلت من مكانها النهاردة بنعمل إيه؟ زي ما انت شايف كده بندخل ببلونة ننفخ الفقرة والفراغ اللي تنفخ ده بنحط فيه مادة أسمنت عصبي بتتصلب في خلال ثلاث دقايق بتتحول من سائل إلى مادة صلبة أعدت تكوين الفقرة دون أن تضع مسامير ولا دعامات ولا شريحة ولا 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 والمرض ده الجميل أنه بيعمل عملية دي ببنج موضعي ويقدر يمشي على رجله بعد ما ينزل منعه على ترابيسة العمليات فاستبدلت المريض اللي كان هينام في السرير ثلاث أو أربع شهور ويلبس حزام ويدخل يعمل عملية هتستغرق ثلاث أربع ساعات وممكن يطلع الرعاية المركزة بحاجة خطوة بسيطة جداً بمخدر موضعي هنا الفرق ما بين التكنولوجي ومؤكبة التكنولوجي والفرق ما بين أنه نقف عند الحجر الصامد بتاع زمانه طيب وحضرك بتقولي الحكاية دي قدامي قضية مهمة القضية دي عبارة عن ثلاث طرق ثلاث طرق بنشوف إحنا في المجتمع الطبي الثلاث طرق دول كالآتي فيه ناس لا تتقن جراحات متقدمة في العمود الفقري ويتقن جزء معين وليكن المنظار مثلاً وبيطوع كل حاجة لهذا المنظار بيقول إن أنا بعمل بيه كل شيء ده طريق طريق تاني لا يتقن الحداثة ولا يؤمن بالمنظار وعايز يعمل جراحات بالأسلوب التقليد الطريق الثلاث اللي هو الطريق القويم اللي هو بيتقن المفروض كل حاجة عايز حدك توضح للقضية دي المريض يعرف إزاي هو قدام مين هي طبعاً أهم شيء في الموضوع منظومة المريض الطبيب والمستشفى طبيب من غير مستشفى متطورة متقدمة ولا حاجة وإنت تقدر تعرف إزاي أعرف الدكتور ده بيعمل عملياته فيه إيه المستشفى اللي بيعمل فيها الإمكانات بتاعت المستشفى دي كل مكان الجراح عنده إمكانات وتولز يعني أدوات مساعدة كثيرة جداً كل مكان راجل لعيب زي ما بنقول كده يستخدم كل الحاجات دي لتطويع العملية يعني اللي يقدر يستخدم المنظار بطلاقة في العمود الفقري وفي المخ هيقدر يستخدم معه الميكروسكوب هيقدر يستخدم تقنيات الليزر هيقدر يستخدم الجراحات الملاحية كل ده إحنا بنتكلم عن حاجة واحدة الأساس فيها إن أنا يبقى عندي إمكانات أقدر أطوعها للعملية الجراحية ببقى عامل بالزبط زي مصمم الأزياء أنا أفصل فستان بلوزة أميس بشكل كويس جداً يتناسب مع طول ووزن والمريض واحتياجاته والفاشن والموضة هو ده الفرق مبين واحد حديث وفرق مبين واحد تقليدي ده الفرق مبين واحد الناس بتاخد تجربه وشغله وتعممها وتعمل زيها من تمصمم الأزياء لما بيعمل قطعة واحدة بيتتقلد وبيتعمل زيها كتير جداً النهاردة الجراحة المتبيز بيتقلد يعني أنا تلمزتي يجي يقولولي فلان بيعمل فلان بيقولوا إنه بيعمل زيك حاجة تسعدني إن أنا أعمم التجربة المفيدة وابقى مثل يحتزى في المجتمع اللي أنا فيه والنهاردة لما المريض بطل كتير جداً من المرضى يحتاجوا إنه مسافروا للدول الأوروبية عشان بقت عندنا التكنولوجي والتقدم ده وبنشتغل وبنعمل الكلام اللي بيتعمل في أعرق الدول المتقدمة وبناخد الكلام ده النافس بيه في المؤتمرات خارج مصر النهاردة معظم الإخوة العرب استفادوا كتير جداً من وجود التقنيات دي في مصر السؤال بقى يعني برضو العلم هل هناك جراحات ما ينفعهاش حالات ما ينفعهاش جراحة محدودة التدخل المفهوم لا يعمم لكن المفهوم يطبق بمعنى إن أنا ممكن العملية ككل ما تبقاش كلها محدودة التدخل لكن عندي خطوات لازم تبقى محدودة التدخل الإسلوب والطريقة بتاع الإنسان اللي بيستخدم التقنيات الحديثة بيفيد المريض إن ما فادوش في العملية ككل بيفيده في خطوة في خطوتين وزي ما بقول دايماً إحنا دي كلها عندنا أدوات مساعدة أنا هستخدم إيه؟ المريض بتاعي بيحتاج إيه؟ لو المريض بتاعي بيحتاج كل الحاجات دي مع بعض أعملها له ليه؟ لأ ده كده إحنا مثلاً في فيديو إزاي بندخل بالمنظر لأن برضو بعض الناس بيصعب عليها تفهم فكرة إنه يدخل عملية غضروف بالمنظر هو مش عارف يعنيه غضروف مش عارف مكان الغضروف شكله إيه؟ وضعه شكله إيه؟ يعني وعلشان يجي الأستاذ كبير يشرح له ممكن يبقى صعب عليه فإحنا بنساهل على الناس ده الغضروف اللي موجود ما بين الفقرات إحنا بنشيله قطع قطع زي ما أنت شايف كده بعد ما بنشير الغضروف ده بنقدر نحط مكان هذا الغضروف وسيلة يقدر المريض ده يعتمد عليها في حياته الوسيلة دي بترجع الفقرات إلى مش هنقول سابق عادة قبل الإصابة بالنزلاق الغضروفي ولكن بتبقى وسيلة استعاضية الدعامة دي هو بنحطها ما بين الفقرات عشان تحفظ المسافة ما بين الفقرات إلى الوضع الطبيعي والجسم يبدأ يعمل حركة محاكية أو مشابهة للحركة الطبيعية اللي بيعملها الغضروف الطبيعي قبل ما يحصل فيه انزلاق وده عم نبدأ بدعماته مسامير من الخلف مسامير متحركة ما هيش استاتيك يعني تقدر المريض ده يقدر يتحرك نوعا من الحركة الغير ضرة يعني هي يتحرك هيقدر يوطي هيقدر يصلي هيقدر يسوق هيقدر يتعامل حتى لو بيلعب كرة وممكن ينزل يلعب كرة بهذا الشكل ما بقيناش عندنا مريض فقط حاجة مهمة جدا وهو ده المفهوم المفهوم ان كل حاجة عندنا ربنا عملها لنا غالية جدا قد ما نقدر نحافظ عليها بنحافظ عليها هنا مفهوم الجراحة محدودة التدخل محدودة التدخل الناس بتفهمها وبعض الناس المعادية للحديث ما فيه ناس ما بتعرفش تعمل ومعندهاش امكانات وكل اللي يمتلكه شقة وبيقعد المريض يتكلم ويعمل وبيروح في اي مستشفى على قد عشان يوفر في الفلوس فيقول المريض لا ده المنظر مش هينفع يعملك ده اصل الجراحة محدودة التدخل محدودة يعني مش هتعمل كل القطوات بالعكس دي بتعمل الاكتر من الوراحة العادية يعني الخطوات كلها بتتعمل دون ان نحدث اي عطب او تلف في العمود الفقري هرجع للنقطة المهمة الربكابين عند الناس في انهم ما بيعرفوش يفرقوا بين محدودة التدخل والجراحة الملاحية يعني دي بقى حاجة محتاجين نفهمها للمرضى لانه اكيد كتير منهم هيجي نتكلموا عن محدودة التدخل راحت قبل كده هو لو انت عندك العربية فيها جهاز تتبع ما يسمى بالنفيجيتور وانت بيدك زرار تدوس عليه تشغله وانت طالع رايح مشوارك هتشغله ولا مش هتشغله اكيد هتشغله خصوصا لو كان الجهاز ده بيديك احداثات الطريق الخريطة بيديك المرور شكله ايه في المكان ده وشكله ايه في المكان ده بيديك هتقدر توصل للمكان بتاعك في وقت ديه ولو هتتأخر هتتأخر فين بالزبط وبالتالي انت معاك الامكانات دي لو انت ما بتستخدمهاش يبقى انت بتضيع فرصة على المريض بتاعك جميلة جدا بالتالي لما حب اعمل جراحة محدودة التدخل يا حبزة لو انا بستخدم الجراحة الملاحية الا في حاجات بسيطة جدا لو انا بعمل تسليق عصب باستخدم المنزار بس لو انا بعمل حاجة بسيطة جدا في فقرة ممكن استخدم المنزار فقط دون الاحتياج الى الجراحة الملاحية زي ما بقول هي برضو امكانات احنا هنا بنعمل استقصال غضروب بالمنزار لو انا معايا الجراحة الملاحية بتطبق لي الصورة الواقعية الحالية اللي انا شغال فيها على صورة الاشعب تاعة المريض هتفيدني في ايه ان انا اتأكد تماما ان انا شلت الغضروب بالكامل لم اترك اي شيء واتأكد تماما ان انا عندي فرق ما بين العملية اللي عملتها نتيجة العملية هتبلي في وقتها انه يبلي شكل وتركيبة العمود الفقري بعد استقصال غضروف وشكله قبل ما استقصال الغضروف وهقدر اعرف الفرق ما بين الاتنين وانا موجود والمريض معايا في طرابيسة العمليات يبقى بالتالي كايني عملت اشعة للمريض ده اتأكد منها ان انا عملتي اللازم في العملية بتاعتي هنا سؤال ذاكي الانزلاخ المضروفي عموما العنقي تحديدا في السؤال هل لابد ان كل انزلاخ وضروفي وعالك بالجراحة؟ لا طبعا احنا 85% من الحالات ما بتحتاجش جراحة بس فين بقى المريض اللي بيجي لك بدري المشكلة دي في ملعب المريض اتأخر على ما يجي قعد لحد ما حصلت مضعفات قعد لما بقت فيه مشاكل او بيروح له دكتور غير متخصص او بيروح له دكتور ويكتفي بيروجتة علاج او مسكنات وما بيعملش اشعات تقول احنا عندنا ايه فنقدر نعالجه في مرحلة مبكرة لكن عندما يتم تشخيص الغضروف كمرحلة اولى 80 الى 85% بيتم علاجه علاج تحفظي طب المريض اللي جاه بعد المشكلة دي ما حصلت بعد بقى فيه مضعفات تنميل في اليدين قلم بطولة الزراع تنميل في الرجلين ضعف في عضلة ايده بتترعش لما يمسك الكوباية بدأ يحس ان رجله بتخص لما بيلبس الشراب يلاقي فرق ما بين الرجل دي والرجل دي او في ايده يحس ان فيه ايد اضعف من التانية فيه قلم بدأ يجي بين الكتفين هنا بقى انت هتعمل اشعات لقي غضروف طالع ضاغط على الحبل الشوكي مشكلة الغضروف العنقي ان فيه حبل شوكي عصبي هو وصلة الحياة ما بين المخ وما بين الجسم كله في كل الاعصاب بتاعت كل حاجة وواحد يجي يقول لي يا دكتور انا عندي تنميل في رجلي اقول له فيه غضروف عنقي بعد التشخيص والاشعات معقولة هو الغضروف العنقي يعمل تنميل في الرجل ايه جاب الرجل للرقبة الناس بتنسى ان ده العضو الاساسي اللي جايب كل الهمزة الوصل ما بين المخ والجسم هو الحبل الشوكي العصبي بيمر في الفقرات العنقية الكلام بقى النهاردة في الجراحات محدودة التداخل الجراحة الملاحية الجراحة بالمايكروسكوب الجراحة بالمنظر خلت عمليات الانزلاق الغضروفي العنقي حاجة جميلة جدا جدا وخصوصا لما كمان بيبقى المريض جاي في وقت مبكر ونقدر نشير غضروف ونحط غضروف صناعي هنا بقى بالمريض بيرجع يعمل كل حاجة كل حاجة كل حاجة فالتكنولوجي هنا ادينا طفرة كبيرة جدا بدأ المكاتل العملية بتتعمل من الخلف لا بنعملها من قدام بدأ المكاتل العملية فيها جرح كبير وغرز واوة مفيش غرز خالص بدأ للعملية مكان بيتعامل فيها مع غضروف أو اتنين على أكثر تقدير بنقدر نعمل لحد خمس فقرات المريض اللي بيفقد الغضروف ما بقتش مشكلة بقى فيه غضروف صناعي بيركب مكان الغضروف أهم من هذا كله إن المريض ده بيطلع أول ما يفوق البنج يقدر يحرك رقابته آه يقدر يقدر يقف على رجل ويمشي يقدر يقدر يوطي ويصلي آه يقدر ما بيحتاجش يلبس حتى رقبة تسند الفقرات لإن إحنا مش محتاجيني الكلام ده لما بنبص هنا الآلات دي مكبرة بشكل كبير جدا يعني لو شوف حاجة بالفقرات نفسها كبيرة فلما بندخل بندخل بآلات دقيقة جدا من فتحة صغيرة قوي كلها آلات مايكروسكوبية بنعمل إيه بنشيل الغضروف وبنعمل مكان زي بيت نحط فيه الغضروف الصناعي علشان يبقى راكب سيكيورد ما نحتاجش بقى نحط رقبة ولا المريض ده لو تانى رقبته هيحصل حاجة ولا الكلام ده والأجمل من هذا كله إن المريض ده بالعملية اللي زي دي حفظنا على الغضاريف في الفقرات المجاورة لإن أنا لما هعمل الغضروف ده وحط غضروف صناعي هيخلي الفقرة دي رجعت تتحرك بـ 85 إلى 90% من حركتها الطبيعية وبالتالي مش هيبقى فيه حركة على الفقرات المجاورة زائدة زي ما هيبقى في الجراحات التقليدية وبالتالي المريض ده مش هيعرض الفقرة اللي اتعمل فيها الغضروف دي مستحيل يرجع فيها الغضروف والفقرات اللي فوقها واللي تحتها كمان أنا حميتها بالعملية اللطيفة دي اللي أنا حطيت فيها غضروف صناعي يركب مكان الغضروف اللي تشال ورجعت المريض ده بيعمل بقى كل حاجة هيوطي يصلي من أول يوم ويزبط في الأرض هيوطي يصلي هيسوق عربيته هيسوق عربيته هيقعد على المكتب هيعمل كل حاجة وبالتالي احنا هنا العلم خدمنا في هذه الجزئية هنحط حاجة مكان الغضروف اللي بز ومش بس كده ده 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 مش محتاجين بقى ننام ونقعد خايفين ونعمل لا 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 هنعمل عمليتنا وهنخرج نتحرك فورا ونقدر نخرج من المستشفى في نفس اليوم على أكثر تقضير تاني يوم هنقدر نرجع لشغلنا في غضون اسبوع نبقى قديم بنشتغل ونعمل كل حاجة ده الجزء القديم أو التركيبة القديمة من الغضروف في أحدث من هذا بكثير جدا ما بنستخدمش فيها مسامير ولا 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 بشكل أضق وأكثر حرفية عن زمن كده عظيم عندي بقى سؤال بما إن إحنا كلمنا عن عنقي لازم الشارع يسأل عن القطني يعني لازم يسأل عن القطني وخصوصا إن فيه يعني ربكة عند كثير من الناس فيه مفهوم معين رغم إن إحنا بنحاول نوضحه بس تعالوا نسمع السؤال عشان نشوفه الربكة فين بالضبط اسمعوا معنا أنا بس كمان عايزة استفسر عن العرق النساء والانزلاق الغضروفي وإيه الفرق ما بينهم وعرف إمتى لما يجيلي الحاجة دي ده عرق النساء أعرف من إيه لما يجيلي الحاجة دي ده انزلاق الغضروفي وهل كل العمليات لازم فتح وعمليات والكلام ده كله ولا فيه تقنيات أحدث بالمنظار والكلام ده الجزء الثاني من سؤالك جاوبنا عليه اللي هو الجراحات محدودة للتدع ضحية الجزء الأول اللي زي أمر قلت حالك في الثقافة ناس بترتبك مش عارفيني أن الانزلاق الغضروفي ممكن يعبر عن نفسه بصورة تعريق النساء لأنه هو عرق النساء اسمه عرق النساء ده عصب بطول الرجل من الخلف بيبقى مجموعة من الكابلات العصبية المجمعة ممكن انزلاق الغضروفي يضغط على واحد من دول فيعمل ألم بطول العصب ممكن أكثر من الغضروف أو ديء أو خشونة يضغط على عصبين منه أو ثلاثة أو على الضفيرة كلها يعمل لنا ألم بطول الرجل اللي بنسميه عرق النساء ومش كل ألم عرق النساء هيبقى معاه انزلاق الغضروفي لا ممكن في بعض حالات فيه ألم في عرق النسا دون أن يكون هناك انزلاق غضروفي فالعرق النسا ده حقيقة كتير جدا ممكن تسبب له ألم غير الانزلاق غضروفي نذهب إلى جراحات المخ الغدى نخمية جراحات أورام المخ جراحات محدودة تتدخل هنا بقى ما بقيتش رفاهية أكثر منها احتياج أكيد طبعا نحن نتحدث عن نسيج مخي الإصابة فيه تعني أضرار كبيرة جدا مفيش في الجراحة رفاهية الجراح الشاطر عمره ما كان عنده رفاهية لكن هو عامل زي لعب الكرة الماهر هو عايز يحقق أهداف وجولز معينة وبالتالي إحنا لما بنعمل عمليات محدودة التدخل ما هيش رفاهية إحنا في المخ بنعمل عمليات محدودة التدخل أبسط المثال أورام الغدى النخمية النهاردة بنعمل عمليات دي كلها بالمنظار عن طريق الأنف مزتها الكبرى إن المريض ده مش هيطلع عيباد في الرعاية المركزة مش هيطلع خايفين من تطهر في درجة الوعي مش هيطلع خايفين إنه ممكن يحصل له نزيب بعد 3 ساعات أو 4 ساعات من العملية وبالتالي لإحنا ما فتحناش الجمجمة من الأساس إحنا دخلنا عن طريق الأنف بالمنظار شلنا وراء من قلب المخ من قاعة الجمجمة دون أن ندخل من أي ثقب حتى في جمجمة المريض يبقى إحنا المخ نفسه لم يتعرض لأي اهتزاز أو أي حاجة تؤثر على وظيفه وبالتالي إحنا هنا بنتكلم عن مش طفرة في مجال العملية بس لأ دي كمان طفرة في النتائج بعد العملية لأن إنت لما بتعمل كمان عملية بالمنظار إنت بتشوف بزوايا 360 درجة كل أبعاد الورم أو الغضروف أو أو وبالتالي ما بقاش عندك احتمالية إنك تسيب جزء هيحتاج المريض يعمله عملية بعد كده أو إنك أنت هتسيب جزء هيرجع يتكون عليه غضروف مرتجع أو هتسيب جزء في الورم هيرجع يرد على المريض تاني هنا أنت وصلت إلى حد الاستقصال الكامل بمعنى الاستقصال الكامل هل يعني الأدوار الخاصة أو التي ظهرت للتكنولوجيا جعلت الاحتمال على مهارة الجراح أقل أم أكبر؟ بالعكس الجراح اللي يجري هذه الجراحات لابد أن يكون جراح شاطر جدا 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 ودايما إحنا بتيجي استخدام أو تعلم مثل هذه التقنيات إزاي كان فيه عالم في الطبيعة كلنا عارفينه بيقول نظرية الانتخاب أن الطبيعة بتنتخد يعني إيه بتنتخد؟ يعني لما يبقى عندي 100 واحد ضعيف فالمية دول عندي 100 واحد 100 فرد فيهم 10 أقوياء وتسعين ضعيف اللي هيبقى ويتكاثر ويتناسل العشر أقوياء الجراحين اللي بيقدروا يشتغلوا في المجال الحديث ومحدود التدخل لابد أن يكون من أمهر الجراحين اللي بيتكونوا الجراحات التقليدية عشان يصل إلى ما يسمى بالهرم التعليمي قمة الهرم قمة الهرم التعليمي في العمليات أننا أوصل إلى أننا أبقى ماسترينج يعني بعرف أعمل كل حاجة في التقنيات القديمة التقليدية وأرتقي أننا أتعلم الحديث ومن ثم أشتر جراح في العمليات هو الجراح اللي بيستخدم التقنيات الحديثة لأنه يقدر بمنتهى البساطة يعمل التقنيات الغير حديثة والبدائية والبسيطة وعشان يتعلم الحديث لازم يبعارف الحاجات التقليدية دي بطلاقة شديدة جدا فمفهوم الناس اللي بتيجي تقول أنت بتعمل لي عملية بالمنظر عشان مش عايز تعمل عملية تقليدية هو أنت بتعرف تعمل عمليات تقليدية لا أنا ما بستسهلش أنا بختار الصعب لإني أتقنت الصعب والأصعب فبعمل لك الصعب علي أنا أنا أوي لكن سهل لك أنت أوي 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 ونتيجه أكيد لك أنت أحسن بكتير أوي أوي وإيه اللي ما كانش ده يبقى مصاف وده رقم واحد في الدول المتقدمة حتى لما بتسافر الدول المتقدمة عشان تعمل عملية انزلاغ ودروفي مش كل الدول عندها ناس بتعمل عمليات بالمنظر والمايكروسكوب والجراحة الملاحية والدول المتقدمة مش كل الجراحين فيها ودي معلومة يمكن ناس ما تعرفهاش مش كل الناس فيها بتعمل بالطريقة دي برضو عندهم مشاهير وبرضو عندهم أسماء كبيرة لماعة بتعمل الكلام ده وهي اللي منوت بيها التطور في مثل هذا المجال خلي بالكم من جسمكم خلي بالكم من عمودكم الفقري وما تتحوروش وعرفوا أن الستر الرصيد الستر رصيد يعني كل ما ساعتك هتسوق أسرع كل ما ساعتك هتتحور تعمل غرز تركب متسكل من غير متاء بتكون يعني وبسرعة عالية ركوب المتسكل في حد الزات وده تهور يعني المتسكل في حد الزات والفرائي ده تهور ده رائي الشخص يعني كل ما هتسحب من رصيدك من الستر ربنا سبحانه وتعالى هتطلق رصيد على حسب أعمالك برضو من الستر كل ما تسحب يعني ولذلك لما تشوفوا بعض الحوادث يعني ده ستر ده كان هيروح ده ستر أو ده فلت ده عنده رصيد رائع من الستر ده شوف بصه ده 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 يعني الواقف العربية ده فلت ده برضو نزله رصيد من الستر كل ده رصيد من الستر ما هو فيه مثل بيقول ايه اهو ده لا تلحق ده ده كرايح انتحر ده ده مش ده ده تلحق يعني دول كلهم ربنا سترع معاه المعيزي كله فيه مثل بيقول مش كله مرة هتصلا من جره ها بص ده ده يعني ده ده امه ده عياله ده اللواقف ده هو واقف يعني ولا بي ولا عليه وفجأة خد باله مشي مشي زهان من الحياة بالحاجة عارف انه بص ده هو زعلان من عاجة خبطته برجله دي 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 الوحدها تحتاج الى ان احنا نقف قدام الرضا ده حقيقة يعني دايما بنقول كل ما انت اخدت بالاسباب كل ما ربنا يسر لك الامور ومش يعني الحياة مش همايوني عيب المصرين عندنا احنا شعب زكي جدا شعب لماح شعب قوي لكن عيبنا ان احنا حاجات كتير جدا بناخدها همايوني وانا اعتمد على مظلة السدر في اسباب لا بد ان تأخذ في اسباب ربنا بيهيئها لمن يكتهد لمن يكتهد بيساعد كتير جدا وده الحقيقة احنا بنلمسه عايز اقولك ان في عمليات جراحية في المخ مثلا وهو الواحد بيشتغلها من كتر ما بتبقى العملية معقدة وصعبة بيبقى في لحظة كده يتمنى انه هو ما كانش يبقى موجود اساسا ليه انت بتبقى على عاطقك مسئولية كبيرة جدا لكن بيجي ايه بيجي فرج عظيم جدا من عند ربنا وحقيقة انا بقولش الكلام ده للإعلام انا بقوله فعلا ان لله تعالى الفضل الاكبر والحمد في انه هو بيصنع من الانسان حاجة كويسة اذا اكتهد وانا حقيقة بلمس نعمة ربنا في كل حاجة ربنا الدهالي الحمد لله انت نورتنا وشرفتنا واسعدتنا بهذا الحوار الممتع جدا المتنوع ما بين الحديث في الجراحات محدودة التدخل مرورا بالجراحات الملاحية وذهبنا على الغضروف العقني وعرجنا على الغضروف القطني والنسى ولم ننسى وعطينا لجراحات البخ والغدن نخمي حقها من العطاء فهرس رائع واداء متميز للغاية واسعدتني سعادة كبيرة شكرا نشكرين على الزيارة دكتوري شكرا